اذهب عنا الوباء وارحمنا ويغفر لنا ويبرك في اعمالنا. ارحب بجميع السادة الحضور. ارحب باساتذتي الافاضل. ارحب بزملائي الاعزاء. ارحب بالاخوة الاشقاء من مختلف الدول العربية. اشكركم على الانضمام الى جروب ايجيبشن اونلاين سمينار. للهدف منه نطل العلم والمعرفة من خلال عقد مجموعة من السمينارات العلمية. اليوم لا. وسعدنا وشرفنا اليوم تواجد الاستاذ الحسين عبدو. مستاذ التمويل والبنوك. مدير البحوث ونائب العميد بكلية لإدارة الاعمال في انجلترا. حصل سيادته على درجة الدكتوراه في تمويل من جامعة من انجلترا عام الفين وتسعة. وشغل عددا من مناصب الاكاديمية في عدد من الجامعات الانجليزية مثل جامعة سالفورد وجامعة هيدرسفيلد وجامعة منشستر. ويعتبر سيادته احد الخبراء في مجال الزكاة الاصطناعي وتحليل بيانات الضخمة وتطبيقاتها في مجال التمويل والمحاسبة وادارة الاعمال. ولسيادات والعديد من الابحاث المنشورة في كبرى دوريات العلمية الدولية المحكمة. والذي قد تخطط خمسة واربعين بحثا خلال التمن سنوات الماضية. وهو عضو في عدد من الهيئات المهنية بالولايات المتحدة الامريكية وانجلترا. نشكر جزيز الشكر على انضمامه ونسأل الله له التوفيق في الدنيا والاخرة. وجازاه الله عنا كل خير وجعله الله في ميزان حسناته. بإذن الله الجزء الاول من المحاضرة سيكون الدكتور مشكورا بالشرح. الجزء الثاني من المحاضرة سيخصص للأسئلة. نرجو من الجميع غلق المايك والكاميرا وان شاء الله تكون محاضرة موفقة بإذن الله. فضل دكتور حسين. شكرا دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. نهارده اول يوم رمضان طبعا فاخدنا من وقتكو. شكرا للدعوة من الدكتور محمد. ربنا يتقبل من رب الصيام والقيام وصالح الاعمال. ده بالنسبة لأخوة المسلمين. بالنسبة لأخوة غير المسلمين نتمنى انهم يكونوا بأتم صحة وسلامة ان شاء الله. وربنا يعد الأزمة دي على خير ان شاء الله على المستوى العالم. انا استأذن حضراتكم. الاول بس نتأكتد انكم شايفيني كويس. سمعيني كويس. انا عملت الشيء من الباوربوينت بريزنتيشن. هل هي واضحة قدام حضراتكم دلوقتي? دكتور محمد لو ممكن تأكد علي انك انت شايف البريزنتيشن. تمام تمام. تمام. واضحة الوطول سيدي. نوك اللي فاتح المايك ايفو له سلام. فضلوا طول. تمام. ده بحث تم نشره السنة اللي فاتت في Expert Systems Applications. دي واحدة من top journals worldwide في مجال information management والbusiness management. بس الاريا اللي انا باشتغل فيها اللي هي credit scoring modeling techniques. دي مش مش area pure finance لانه هي بتعمل ميكس ما بين. الفاينانس البانكينج and الارتفيشيال intelligence. او النون برامتريك موديلنج techniques. فعادة الناس لما بيجي يتكلم في البانكينج او الفاينانس بيستخدم الرجريشن فاميلي. ودر الحاجات الحديثة اللي هي الجي ام ام for example او الديناميك جي ام ام. فكس الراندوم افكت او المالتبول الرجريشن العادي. فيه اسابيب احصائية كثيرة طبعا ولكن في ال scoring احنا اللي همنا التنبؤ بالجدارة الاقتمانية او credit worthness بتاعة العميل. يهم البنوك ان لما يدي قرض لشخص او لمؤسسة او لبنك تاني او لحكومة انه يبقى متأكد ان الفلوس دي هترجع تاني end of the day. وبالتالي احنا يهمنا ان احنا ندرس ال history. ال behavior بتاع ال clients. ونعمل trends عشان نعمل ال prediction لل future. ال prediction ده بيركز على مجموعة عوامل تاريخية. طبعا دي من احد عيوب لscoring modeling techniques. وده ما تقدرش تتجنبه في اي مجال على مستوى الابحاث in general في finance and banking. لان انت ما عندكش اي معلومة مؤكدة عن اي معلومة هتحصل السنة الجاية او اللي بعدها او اللي بعد اللي بعدها. وبالتالي انت لازم تبني كل التنبؤات بتاعتك على ال historical data البيانات التاريخية. بس ال nature بتاعت ال dependent variable بتفرق في اختيار الاسلوب الاحصائي. طبعا انا هتكلم مع حضراتكم ان شاء الله عن تفاصيل اكتر عن the neural networks for example. واي شبكة بالضبط ممكن تختارها وليه تختارها وايه ال assumptions بتاعتها during the presentation ان شاء الله. بس علشان ما تشغلوش دماغكم قوي بفهم ال assumptions لانها عملية هي rather يعني مش معقدة ولكن يعني محتاجة شوية مجهود عشان تفهمها. احنا ان شاء الله اتفقت مع الدكتور محمد ان نعمل لكم محاضرة تانية عن الاساليب الغير تقليدية. وتبقى مخصصة مش في موضوع بحث ولكن تبقى مخصصة عن تقديم اساليب احصائية مختلفة غير ال regression family. وده هنسميها non-parametric modeling techniques ان شاء الله. عنوان البحث ده زي ما قلت لحضراتكم هو ان احنا بنشوف هل لو احنا عملنا two-stage scoring model ده ممكن يقلل bank exposures to bad debt. نشرنا البحث ده expert systems application the top journal 4.5 plus impact factor score point 6.5 بتعد من top seven world wide في مجال information management. بالapplication على scoring models. الoutlines بتاعت البريزنتيشن النهاردة ان شاء الله مقسمة زي اي بريزنتيشن عادية حضراتكم وعملتوها قبل كده او استمعتولها قبل كده. هندي introduction بسيطة في البداية. ايه المين points بتاعت البريو في relevant literature. ايه النقطة المهمة في literature. research methodology و data collection. ودي الحاجة الجديدة. results بتاعتنا شكلها ايه. وفي الاخر هنعمل conclude study مع suggestions for area for future research. زي الدكتور محمد ما تكرم يعني اداني اكتر من حقي الحقيقة. انا حصلت على الدكتوراه الفين وتسعة من Plymouth University Management School. عملية هناك تماماً في سالفرد للبانكس ركزت أكثر على حاجة اسمها فنتيك وارتفيشال انتليجنس الزكاء الاصطناعي ومعليش انا عايز اعتذر لحضراتكم ان في بعض الاكسبريشنز انا عارفها بالعربي بس ما بتبقاش حاضرة في ذهني فلو قلتها بالانجليش بعد كده في الاسئلة لو انت مش اوير بها ممكن انت بتسألني عليها بس ساعات ما بتجيش في دماغي على طول فركزت أكثر على الفنتيك على الارتفيشال انتليجنس وكنت واحد من اول الناس اللي تكلم عن اهمية ان احنا نتحول من الاساليب التقليدية واهمية التكنولوجيا او التكنولوجيا في البانكس طبعا البيج ديتا اناليتيكس الارتفيشال انتليجنس الفنتيك كل الحاجات دي دلوقتي خاصة كمان مع كوفيك ناينتين والازمة اللي احنا فيها دلوقتي العالم كله هيتحول ولا اتوقع ان احنا هنرجع زي ما كنا قبل كده الحياة مش هترجع بنفس الشكل طريقة تقديم الخدمات والوظائف والعرض والطلب الكلام ده كله هيتختلف تماما وحيبقى فيه دور كبير جدا للتكنولوجي والاوتوميشن زي ما احنا بنعمل دلوقتي محاضرة اكتر من هندرد اتنديي وعلى مستوى العالم الناس مش متجمعة الخدمات اللي هتقدم من البنوك فرجامبل هتبقى بنفس الشكل الحمد لله اكتر من 45 بحث في فريد international peer reviewed journals last eight years انا اليدتور ان شف لكوجنت banking and finance بس هي baby journalur عمرها 3 سنين بس هي TaylorFrancis group جورنال الثانية كتير يعني بس دا داني خبرة كبيرة طبعا في ان رجع الابحاث وقيمها واكتسب خبرات شديدة في ايه الطرق الجديدة في الابحاث الطرق الجديدة في المجال اللي انا بشتغل فيه رفريلي اكتر من 30 جورنال تقريبا وممبر ان professional bodies risk management association in the u.s. for example والهير ادكيشن والأي اي 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 اوروبا وبوفا عملت اكتر من كينوت سبيكر الحمدلله على مستوى اوروبا وعلى مستوى الوطن العربي فين تيك نورث دا كان في 2017 والفنديمينتال بانال ديسكوشن والفم اي وريسنتي كنت في الدوحة قبل المشكلة دي ما تحصل بدي كينوت عن الارتفيشيال انتليجنس والاستخدامات في الاسلامي بانكين باستخدام الارتفيشيال انتليجنس ولكن انا اقتناعي الشخصي ان كل ما بنتعلمه لسه فيه اكتر نديه يعني لسه فيه حاجات كتير لسه محتاجين نتعلمها واذا كان فيه حد فينا وصل لدرجة علمية معينة واعتقد انه هو كده خلاص افجأ all things jack of all trades مافيش jack of all trades يعني كل يوم لازم تتعلم حاجة جديدة فانا لسه عندي حاجات كتير محتاجة اتعلمها الانتردكشن للموضوع بتاعنا ده احنا بنعمل evaluation للscoring او للcredit worthness بتاع الكلاينتز في one of the largest indian banks هنقول ليه انديا بالتحديد ولكن لازم الناس تبقى عارفة ان ال banking industry now they are not immune ما عندهمش مناعة من ان هما يحصلوهم distressed او bankrupt وفيه امثلة كتير في التاريخ بتقول لنا ان too big to fail دي قاعدة معروفة في البنوك ان البنك بيبقى كبير جدا ورأس مال كبير جدا وبالتالي مش ممكن ي bankrupt مش ممكن يفلس يعني القاعدة دي مش صحيحة طبعا ليمن بردرز الكثير من الناس ايضا وفي البنوك ان البنوك كبيرة too big to fail فالدسيشن ميكين هنا عملية مهمة جدا 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 بالنسبة البنوك واي بنك هو قائم على حاجة مهمة جدا يمكن معظم الناس ما بتبقاش اوير بيها اللي هي level of liquidity السيولة اللي عند البنك ومصدر السيولة الاساسي في اي بنك او الرئيسي او احد المصادر الرئيسية بتبقى من من الودايع بتاعة العملة وبالتالي الموضوع معقد جدا انك ازاي تجذب العملة علشان يعملوا وداية عندك في البنك وازاي توظف الفلوس اللي العملاء حطوها عندك علشان تعرف تعمل فيها استثمار جيد سواء كان بالاقراض لعملاء اخرين او باستثمارات في مشاريع استثمارية وبالتالي عملية تقييم الجدارة الاعتمانية او credit worthness للعميل دي مهمة جدا 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 فالscoring modeling techniques دي يعني special statistical package هي quantitative evaluation techniques يعني دي تم تطورها by financial institutions اللي هي زي البانكس for example عشان تعمل حاجة محددة ان هي تعمل assist credit worthness للعملة العملة دول individuals اشخاص زي حضراتكو او firms لأي حد بيقبلي في اليوم اي حد بيعمل application لقراض ليه البانكينج سيكتور ليه الهند سوري ليه الهند ما عليش ناس تلخبط ما بين العربي والانجليش ليه مختارين الهند 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 وجهت مشاكل كبيرة في الفترة اللي فاتت وطبعا اريد اوضح لحضراتكو ان لما تكتكلم عن السكورينج الكبير في السكورينج اكسس to the data لان احنا لازم نهاف اكسس لريال customers data يعني عمل حقيقيين وناخد بياناتهم انا طبعا لما باخد بيانات العميل ما يهمنيش ان اعرف اسمه او ما يهمنيش اعرف هو مين كشخص انا باخد anonymous data الانوميوس data دي معناها ان الديتا دي blind data ديتا مش معروف بتاعت مين من xyz بس لازم اعرف تفاصيل دقيقة عن الشخص ده بغض النظر عن his or her identity وبالتالي اي بنك هيبقى خايف ان هو يدينا اكسس للديتا فده التشالينج الكبير ولذلك عدد الابحاث اللي بتنشر من one single author في بتبقى ليلى جدا لان ما بيبقاش عنده اكسس او ما بيبقاش عنده وسيلة يحصل بها على بيانات من البنوك الا اذا كان هو عنده او بيشتغل في research project مع احد الحكومات او عنده research center مثلا متخصص في الموضوع من الجدول اللي موجود قدام حضراتكو ده لو تلاحظوا ان في سنة 2010 لاحظنا ان في personal loan outstanding الرقم بتاعها كان بيعادل في الvariation بتاعه يعني above 4% وحصل jump كبيرة جدا 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 في 2011 ل17% طبعا ال personal loan outstanding دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للبنوك لان دي معناها دي ال outstanding اللي الناس عندهم مشاكل فيها وبالتالي احنا ربطنا ما بين ال news اللي كانت ساعتها ال financial times 2011 عملت article عن non performing assets reported by indian banks طبعا احنا عارفين اسم البنك ده ولكن للامانة العلمية مش هنقدر نقول اسم البنك ولكن ربطنا ما بين اسم البنك وما بين حجم personal loans outstanding والنيوز اللي اتنشرت في ال financial times عن ال Indian market كجنرال لقينا ان البنك فعلا بدأ يبقى عنده مشاكل في بعض الفروع بدأت تقفل في بعض الموظفين بدأ يستغنى عنهم او يعمل kind of disclosure يعني فقلنا نبدأ نشوف بشكل تاني البنك ده ايه مشاكله ايه الاساليب اللي بيستخدمها ايه ال evaluation اللي بيعمله السامبل الاصلية اللي جات لنا كانت الحقيقة حوالي 7000 يعني 7000 plus historical data عدد ال variables كان كبير وطبعا لما بيجي لك data من بنك انت بتجيبها مش بشكل formal بتيجي in informal basis فمحتاج انك تعمل clean up للdata محتاج انك ترتبها وتنظمها وتشوف الdata دي شكلها عامل ازاي وديك مشكلة كبيرة طبعا فال7000 دول زي ما حضرتكو هتشوفوا دلوقت لما ناقش ال discussion بتاعت ال data collection نزلوا ال above 2000 لان other data ما كانتش relevant للرسيرش بتاعنا ال novel contribution بتاعت ال paper دي two folds الحقيقة يعني جانبين نحن بنعمل building a unique sample وليه بنقول a unique sample لان احنا have access to one of the largest Indian banks طبعا زي ما قلت لحضرتكو وشرحت ال background صعب جدا انك تحصل على بيانات من بنك لعمل حقيقيين الحاجة التانية ان a sample بتاعتنا can include significant number of bad dates انت عارف طبعا حضرتك ان لما بيجي اي بنك بيدي the loans في فترة معينة مثلا from 2010 to 2015 one million clients مثلا end of the term maturity بتاعت ال loan المفروض ان العميل ده ياما رجع الفلوس ياما تعثر السامبل بتاعتنا كانت unique لان كان فيها تقريبا 40% of the clients تعثروا السؤال اللي يطرح نفسه بقى ازاي البنك ده لسه موجود وبيدي خدمات وعنده 40% من العملة متعثرين ومش عارفين يدفعوا وايه السبب؟ فدي كانت حاجة بتأتراكت ال attention وأفتكر كويس اول ان الرفيوورز اكدوا على اهمية جودة في نوعية البيانات اللي انت بتجمعها لان دي بتفرق في ال quality بتاعت ال publication كل ما كانت ال data بتاعتك data جيدة و جيدة كويسة وبتعمل reflection لل situation وبتقدرس ال problem ده هي بيديك chance كبيرة جدا في ال publication later on الحاجة التانية واللي هي يونيك برده ان احنا عملنا exploration لل defaulters يعني خدنا ال 40% دول وقلنا ايه خصائصهم الناس دي ايه مشكلتها الناس دي كان شكلها ايه عشان البنك لو جالوا حد in the future في نفس الخصائص او الكاركتريكتك سيقدر يقول لا انا اسف مش حقد ردك اللون وطبعا كان فيه يعني حاجة ما حصلتش قبل كده يعني to the best of my knowledge at least معظم الابحاث بتستخدم حاجة من سميها estimated misclassification cost طبعا هنتكلم عنها in details during the presentation ان انت عندك type 1 و type 2 الناس اللي عندهم statistical background هيفاموا الكلام ده كويس فالناس كانت بتعمل prediction لايه الاهمية بتاع type 2 versus type 1 اللي هي opportunity cost احنا استخدمنا actual misclassification and cost calculated by the bank based on the economic cycles and the economic factors in the market Indian market ودي كانت contribution انا مش افتهاش قبل كده بصراحة لما نجي نتكلم عن literature review literature review في scoring طبعا عمرها مقارنة بالfinance حاجة زي capital structure يعني baby لسه لسه في ال baby infant stage ولكن the scoring models in developed countries western European countries America, Japan Canada western European countries الكلام ده اتعمل كتير والcontribution بتاع بتبقى اوليه لقوي لان خلاص يعني all done ولكن في developing and emerging markets الكلام ده لسه محتاج شغل كتير وكنت من 2008 و2009 حتى قبل محصول على البيتش دي بتاعتي كنت نشرت اكتر من بحث عن الإيجيبشن ماركت followed by a number of African countries as well احد ال early contributors للتطبيقات بتاع the scoring models في ال developing countries ال Indian Bank كان special زي ما احنا قلنا بحكمه طبيعة المشاتر اللي حصلت مع البنك ده بالتحديد بس بحكم الدروب اللي حصلت في non performing assets في ال Indian markets فكان لازم نشوف ايه اللي بيحصل علشان نعمل contribution مش بتبقى في المستدولوجي ولا التحليل بس ال contribution بتبقى في ايه اللي انت محتاج تعملها علشان يبقى فيه reflection على الماركت ويبقى فيه reflection على quality بتاعة banking sector اللي حتنعكس بعد كده على quality بتاعة الاقتصاد بتاع البلد دي بشكل عام طبعا الأساليب التقليدية اللي بتستخدم في scoring النature بتاعة dependent variable في scoring هي zero one بنسميها binary variable يعني good bad male female rainy dry weather day night حكتين فحنا عندنا الحكتين الأساسيتين هنا إما عايزين نعرف العميل ده good يعني دفع الفلوس أو bad he defaulted discriminant analysis and logistic regression دي أحد الأساليب اللي هي widely used يعني يعني بشكل غير طبيعي in building scoring models ولكنها أساليب تقليدية الأفكار بتاعتها جاية من regression family الفرق ما بين logistic regression for example وما بين ال regression العادي إن the dependent variable هنا binary variable في ال multiple regression ده continuous ده أرقام ده حاجة مستمرة يعني لما نجي نتكلم عن neural networks neural networks ظهرت من زمان يعني 1890 something يعني بقالها أكثر من 120 years ولكن ال application بتاعتها ما دخلتش في finance recently last 20 years وبالتالي إحنا هنا عملنا borrow neural networks for example fuzzy algorithms من physics من medicine من other areas وعملنا تطبيقات بها على financial problems ودي التانية بس لما تكلم عن neural networks في شبكات كثيرة جدا 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 وأنواع مختلفة من الشبكات فالسؤال اللي بيطرح نفسه أي شبكة أنا المفروض أختارها وليه الشبكة دي بالتحديد وهل في assumptions للاختيار ولا لا أنا مش anti regression ولكن أنا واحد من الناس اللي ما لقيتش حد داني إجابة بصراحة على السؤال اللي سأسأله لحضراتكم بالوقت أنا لما أستخدم regression لازم أعمل أو أميت requirements عشان أطبق regression مثل normality for example heteroscedasticity homoscedasticity الكلام ده كل ده معناه أن أنا هغير في nature بتاعة ال data أو هخلي شكل data يعني it should be normally distributed تفرض أن ال data دي في الواقع العملي مش normally distributed أنت بتغير في شكلها كده إذن ال results وكل البحث اللي انت بتعمله بيعمل حاجة مختلفة عن الواقع في neural networks انت بتحتاجش كلام ده أو في non-parametric in general ما بتحتاجش كلام ده دي من أحد الحاجات اللي ان ناس كتير يتناقش معي فيها من وجهة نظر economics من وجهة نظر statistics وما قدريوش اقنعوني بصراحة أنا ليه لازم أغير في ال data عشان أطبق أسلوب إحصائي طب ما سيب ال data as it is أنا فاهم طبعا أن في outliers وفيه issues كتيرة وفيه 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 بس أنا عايز أعمل model ده الواقع العملي as it is copy and paste وده أعمالي attractiveness لل neural networks في البداية بس هتكلم عن أنواع بتاعة neural during methodology section طبعا بيبقى جزء من contribution ولكن اللي ما عادتش لها أهمية كبيرة قوي بس برضه لسه يعني مهمة أنك تعمل comparison ما بين الأصليب التقليدية اللي هي discriminant analysis logistic regression for example logit property analysis والأسليب الحديثة زي neural genetic gene programming طبعا في كل المقارنات في معظم الأبحاث التي عملت سواقف كانت في developing أو developed countries لقوا أن هناك superiority to neural networks above conventional techniques والإثباتات عندكم كثير منها الأبحاث أنا شخصياً أو أبحاث زملتانيين بالرغم من كده وبالرغم من superiority to neural networks or non-parametric أو advanced نسميها sophisticated modeling techniques لسه رؤول conventional techniques أنا شخصياً في بحثة من أبحاثي في 2008 لقيت أن هناك rule discriminant analysis وبحث تاني في 2009 لقيت أن هناك حاجة من نسميها weight of evidence حاجة neglected يعني بقالها سنين بس كل data بيبقى لها شكلها وكل بحث بيبقى له شكله وكل country بقالوا reflections بتاعتها فأنت لازم ك researcher ما تاخدش حاجة as it is copy and paste لازم تعطي تجرب trial errors كتير علشان تعرف تنقي الإسلوب الإحصائي اللي حتنثر مع data بتاعتك زي ما قلت الحضراتك categorization most of republic good and bad بس في ناس ممكن تعمل أكثر من two categorization or more than two binary variables فممكن يختار لك good neither good nor bad or bad يعني في عمل وده اللي بيحصل في الواقع العامل الحقيقي إن في عمل اللي بتبقاش عارف هو good ولا bad وبالتالي لازم بيبقى فيه قرار صعب وطف جدا إنك whether to take the side of good or bad فأنت بتحتاج تعمل collection لadditional information يعني مثلاً لو عندك list of twenty final variables بتضطر تجمع at least five to ten extra variables عشان تتسايد العميل ده اللي هو في ال grey area neither white nor black هو هيبقى white ولا black هيبقى good ولا bad فده حاجة مهمة طبعاً طبعاً الـ estimated misclassification costs استخدمت كتير ولكن none to the best of our knowledge used the actual misclassification cost calculated based on economic factors in the market theoretically يعني عندنا number of theories ولكن theory هنا دورها ضعيف شوية مقرنة بالـ areas الثانية في banking أو في finance general بس generally speaking make sense فعلى سبيل المثال مثلاً مش هتكلم كثيراً عن theory معاكم دي حاجات ممكن نقرأ عنها بعدين بس unsecured consumer credit theory ما هي الحاجات التي كتبها قدام حضراتكم هذه حاجات make sense يعني أي في العالم هو he has or she has the legal right to be defaulted لأن فلو أي حد عمد هذا وحصل له defaulted المفروض نرى أسباب طبعاً لو هناك تأثير من الـ ده قصة تانية إنما نتكلم عن الأشياء out of your hands بس دعونا نتكلم عن الواقع لما يتحملك defaulted حتى لو في الزل الأزمة التي نحن فيها How many banks will be in your site I don't know الناس المفروض بتعمل defaulted الناس اللي بتتعثر دي مش المفروض إن إحنا نستبعدها من أي future بس لما بتيجي للحقيقة لما نجي نعمل scoring model for example ونقيس history والbehavior بتاع clients هنلاقي إن فيه عمل كتير جداً من اللي هما تعثروا قبل كده السيستم هيقول له automaticly into out لأن وده مفروض أنت كhuman being again أنت لك الحق أنك أنت تقترض again حتى لو تعثرت قبل كده المفروض طبعاً يبقى فيه free entry of lenders ويبقى فيه competition ما بينهم والمفروض إن أي lender أو bank هنا زي ما بنتكلم ما يعاقبش defaulted فهذه theory هل هذه theory بتتطبق أو لا من وجهة نظر الشخصية صعب تطبيقها طبعاً في ظل المنافسة الموجودة حالياً وفي ظل الـ competition والـ financial crisis 2008-09 financial crisis الذي حصلت دخلت البنوك مور conservative متحفظين قوي عندهم قواعد صارمة جداً اليوزيف تكنولوجي ساعتهم طبعاً ولكن جات بنتائج كويسة ولكن جات على حساب بعض القطاعات زي الـ SMEs مثلاً small medium enterprises ما عادش في بنوك بتدديهم قروض بسهولة وبالتالي المشروعات الصغيرة الشباب اللي لسه متخرجوا عنده مشروع بيلاقي صعوبات رهيبة جداً في أنه هو يعمل security funded في البنك لانكم متمنت انت بتفترض أن فيه promise من الليندر أنه هو يدي لشخص معين عايز يقترض كمية معينة من الفلوس في وقت معين وده كمية معينة على الـ economic circumstances في الماركت طبعاً كل دي theoretical background ممكن تطبق ممكن ما تطبقش زي ما قلت لحضراتكم طبيعة الـ research ده مختلف شوية عن mainstream finance ان احنا مش يهمنا او اختبار الhypothes والنتيست اذا كان ده صح ولا غيرت اللي يهمني هنا ان انا اشوف الpercentage بتاعة defaulted A واشوف ان الموديل بتاعي هيحسنها ولا لا يعني مثلاً اذا عملت موديل يخليلي 40% تنزل لـ 20 أو 20% ده سيبقى outstanding لان انا معنى كده ان انا لو اخسر بليون اخسر half billion فدي يعني massive amount of money الهدف الرئيسي بتاعنا او الموديل في البيبر ان احنا نعمل الانفتيجيشن هل 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 ستؤدي الانفتيجيشن مهمة جداً والموديل مهمة جداً مثل او ايجبت مثلاً مكالمة من X Y Z في موضوع او الانسة فلان قرد بياخد قرد هذا الانفتيجيشن هذا الانفتيجيشن بيحصل على فكرة فالموديل الانفتيجيشن عملنا لها What are the currently used approaches وده كان investigative phase يعني كان لازم نعمل حاجة زي pilot study كده interviews خفيفة نشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي ايه الحالي طبعاً ما نقدرش نبني لازم كان يبقى فيه حاجة واقعية وعملية ان طالبة الماجستيري اللي كانت معاها في الوقت ده في منشستر عملت interviews مع خمسة أو ستة credit decision makers in Indian banks لكي تشوف ايه الاساليب اللي بيستخدموها السؤال التاني السؤال منطقي وواضح وصريح هل هذه السكورينج موديل هتدي better classification results compared to the current leased approach ولا لا وطبعاً ايه الkey indicators معظم السكورينج موديل اللي اتعملت قبل كده قبل ما طبق الأساليب اللي أنا طبقتها في الـ developing countries كانت بتبني الموديل وتعمل الـ evaluation للموديل بس ما حدش فوكس دقوي على ايه الـ main contributors في الموديل بمعنى تاني لما انت بتعمل model for regression بيطلع لك some variable significant والـ significant level بتاحهم بيبقى مثلا 99% 95% فانت بتركز في الـ discussion بتاعتك على ان هذه الـ variables المهمة هنا بنفس الشكل ايه الـ variables المهمة ايه الـ variables اللي لها لو سمحت لا أحد لا أحد المقاطعة هو الـ slide ثابت عندي research method للجد الواتية قدامنا كده ايوة 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 مغيرتوش اه طيب اسفين بالمقاطعة افضل حاضرتك شكرا فزي ما بنشوف في الـ regression ان فيه significance level وبنشوف ان ده الـ variable ده اهم من ده في التأثير على الـ dependent variable احنا هنا برضو محتاجين يشوف مين الـ variables او الـ group of variables اللي بتفرق ما بين الـ good والـ bad الناس اللي دفعوا الفلوس والناس اللي تعثروا طبعا كان عندنا at an early stage عملنا زي ما قلت الحضراتكم والـ structure interviews مع الـ decision key decision makers وكان عندنا two folds هنا الجانب الاول او الناحية الاولانية ان احنا الـ interviews دي عملت لنا يعني enabled us خلتنا وعيين شوية ايه الـ list of explanatory variables اللي هي الـ independent variables بلغة finance والبانكين والaccounting وطبعا لازم نقارن الليستة دي مع literature ولازم نقارن الاثنين مع بعض مع اي حاجات خاصة و specific و unique للـ environment الحاجة الثانية ان احنا كنا قادرين على ان احنا و الناس تستخدم تستخدم و الناس تستخدم جدجمينتال بروتي الجدجمينتال الجدجمينتال اللي هي تتخذ قائمة على الخبرة الشخصية بتاعة الـ مش قائمة على اسلوب علمي هو طبعا عنده خبرته طبعا وخبرته لها ثقالها ولكن هي خبرة شخصية مش خبرة معتمدة على أساليب إحصائية أو على أساليب علمية أو على أنه يعتبر الاقتصاد أو 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 فطبعا إحنا عملنا two stage استخدمت أربع أساليب إحصائية ليه اخترنا الأساليب الإحصائية دي دي تنقشت في البيبر كويس إن إحنا لقينا أن الملتبل ديسكريمونت أناليسيز وطبعا جوة الدسكريمونت أناليسيز فيه فاملز من الدسكريمونت يعني فيه كوادراتيك دسكريمونت أناليسيز دسكريمونت أناليسيز مالتبول دسكريمونت أناليسيز ويبقى الريجريشن اللي هو اللوجيستيك ريجريشن الاندبندنان باريابل بتاعه بيبقى بيناري يزيل ووان دول ودول كومفينشنال والناس كلها استخدمتها فقلنا why not خلينا نستخدم الأساليب التقليدية ونشوف أحد الأساليب الحديثة لما جينا نستخدم الـ Neural Networks طبعا فيه شبكات عصبية كثيرة جدا 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 احنا هنا اخترنا الـ Propoblistic Neural Networks واخترنا الملتي لير feed forward Neural Networks ليه الاسلوبين الإحصائيين طبعا فيه أساليب كثيرة ممكن تكون راجعة لأسلوب إحصائي أو لأساليب بحسية وفيه أساليب خارجة عن تحكمك يعني مثلاً software معينة software بتبقى expensive يعني فيه software recent اللي احنا اشتريناها من الـ Research Budget بـ 5,000 دولار بـ 5,000 دولار الـ Software بيبقى فيها list معينة من Neural Networks فأنت بتبقى قدرتك على الاختيار أو أنك تختبر which network is best for the data بتبقى limited شوية لأن انت ما عندكش access لwide range المهم احنا استخدمنا هنا software اسمها Palisade Cooperation دي widely world wide used وتستخدم في areas كتير مش بس في البانكينج ولا في Credit Scoring بس في مجال الزراعة في مجال الطب في مجال الهندسة في مجال الكيميا في الأويل and gazz وبالتالي كانت فيه advantage كبيرة انهما بيستخدموا Pro-populistic multi-layer وحاجة بيسموها Best Network Search هنتكلم اكتر لما نجي عند الـ Methodology عن أنواع الـ Networks وحديكم brief background عن Neural Networks إن شاء الله في المرحلة الأولى احنا عملنا Building the Scoring Models Using the Actual Miss Classification Cost وبالتالي احنا عندنا The Overall Sample فيها Good وBad وعملنا تحليل طبعا عملنا تحليل كان تحليل قاسي جدا لأن عملنا أكتر من 60 وعليشان تعمل كل موديل من 60 كان لازم تعمل 10 موديل فإن رياليتي هي 600 بس احنا بناخد في المرحلة الثانية ركزنا أكتر على Default Cases استبعدنا كل الجود وأخذنا Default بس بس كنا لكي إن احنا عندنا Variable من ضمن Variables إن Customers دول إمتى بدأوا يتعصروا بدأوا يتعصروا في السنة الأولى بعد الاقتراض أو السنة الثانية أو السنة الثالثة أو السنة الرابعة وبالتالي استخدمنا ده ك Dependent ويستخدم في Regression والذي له مشكله طبعا وله عيوبه لكن More Accuracy اسمها Variable Impact Analysis بنشوف Weighting Importance بتاعت Each of the Independent Variables على Binary Dependent Variable اللي هو 01 لما نجي نتكلم عن Methodology طبعا احنا اتكلمنا ان احنا ليه اخترنا دي وعلشان يعني جزء منها كSoftware وجزء منها على ان Previous Research for example في الطريقة اللي بتفرق ما بين الجود والباد لما بتيجي تراني الموضل بس لما نجي نتكلم مثلا عن Multiple Discriminant Analysis الملتبل Discriminant Analysis استخدم تقريبا تقريبا من اكتر من 80 سنة دلوقتي Fisher 1936 الراجل ده هو اللي كان عمل Development لل Discriminant Analysis على Car Loan Finance وجي بعده طبعا Edward Altman famous Z-score اللي اتعمل في 1968 على American Market على American Cooperations لما اوجد 5 key financial ratios in relation to the Z-score عشان يعمل prediction للFinancial Failure بتاع الكمبرز هو اسلوب في بعض الاحصائيين قالوا انه بيتطلب نفس الassumptions بتاعة الregression وفي ناس قالوا لأ ده هو علشان طبيعة الDependent variable بتاعه binary وبالتالي ممكن ما تطلب نفس الassumptions بس الVast majority قالوا لا بيبقى فيه assumptions زي الregression تقريبا للمultiple discriminant بس هنا احنا بنعتمد mainly على Z اللي هي الDependent variable بتاعنا والZ دي هي 0 1 طبعا بقية الvariables أو بقية الexpressions اللي هنا normally معظم يعني الناس بتستخدمها حضراتكم أكيد عارفينها الcoefficient وX1 variable رقم واحد الcoefficient أو البيتا بتاع الvariable رقم 2 يعني مثلا loan amount loan duration number of independent وطبعا الالفا دي ده الconistant أو intercept term بتاعنا في الإكواج لما نجي نتكلم عن logistic regression مختلف شوية إنه هو more suitable مختلف ليه علشان الarea دي كده log log b divided by 1 minus b probability divided by 1 minus probability يعني إيه يعني أنت عايز تشوف احتمال إنك تبقى divided على احتمال إنك تبقى 1 minus good اللي هي bad أنت عايز تشوف بتعمل prediction للwhether for example probability بتاع بكرة هي rainy day على probability بتاع إنه هيبقى 1 minus 2 اللي هيبقى dry يعني هيبقى يوم جاف وما فيش مطر and so and so بقيت الéquilibrium زي ما حضراتكم شايفين هي more or less the same نفس القصة بالضبط أنت عندك هناك coefficient يعني زي beta V هي X V2 V3 and so and so والالفا طبعا intercept term نحن نتكلم عن Neural Networks مش عايزة أشغلكوا قوي ولكن خلينا نقول لكم شوية معلومات بسيطة عن Neural Networks Neural Networks القصة بتاعتها جات من Human Brains وبالتالي أنت دلوقتي عارف أن Origins بتاعت Neural Networks جات من Medicine أو من Physics and Chemistry Areas بس In particular هي Alternative Artificial Computational Form ودي في محاولة منها أن هي تقلد Brain Operations يعني اللي صامم النتوورك دي هو عمل Artificial Computational Process في حد تاني يعرف يعمل زي هيا ولكن هي Idea بس مش أكتر In Other Language ب More Scientific Language هي Numeric System بياخد Numeric Inputs Will Outputs Of One or More Than Numeric or Categorical Values يعني ممكن الVariables بتاعتك تبقى Continuous زي Regression وممكن الVariables بتاعتك تبقى Categorical زي مثلا Bank Rating AAA AAA 1 2 3 and so and so وعلشان يعمل Some Calculations عليها علشان الInputs علشان يعمل Network ويشوف العلاقات ما بين Networks علشان بعد كده يعمل تنبؤ بالOutput فهي محاولة انك انت تخلق شبكة الشبكة دي بنسميها الشبكة العصبية أو Neural Network وهي Very similar للHuman Brain في المحاولات بتاعتها وفي طريقة شغلها بس متصلة ببعضها ففي حاجات احنا بنسميها Axon Sympuses Dentrates مش هخش معاكم في التفاصيل دي لان احنا ممكن هنعمل عنها محاضرة كاملة ان شاء الله ولكن القصة بتاعتها ان الهيومان بيبقى بيبقى فيه Electronic Signals بيبقى فيه إشارات Electronic Signals الكهربائية اللي بيشيل Electronic Signals دي حاجة بنسميها Neuron وده Neuron عشان يشيرها بيبقى فيه Huge Number بيبقى فيه عدد كبير جدا من حاجة بنسميها Dentrates الحاملين Electronic Signals جوه Neuron كل ده علشان هو بيعمل حاجة اسمها Conversion Process Signals أو Impulses بحيث انه هو لما ينقل Electronic Signals من Neuron لل Neuron تاني يقدر ينقل المعلومات اللي في Electronic Signals من Neuron لل Neuron طبعا المخ أو فكرة المخ فيه ملايين Neurons وملايين العلاقات المتشعبة مع بعضها لأن انت Function بتاعت المخ بتاعتك مصممة انها تعمل اكتر من عملية في نفس الوقت انما انت لو بتتكلم عن كمبيوتر انت ممكن تعمل عملية واحدة at the time on a computer machine طبعا ما بتكلمش عن Advanced Computer Machines اللي هي المخصصة الاكتر من عملية انا بتكلم عن General Use of Computer Machines ان ما احنا كهيومانز خاصة الستات يعني بيبقى قاعد بتتفرج على مسلسل بتتكلم مع عمامتها بتطبخ بتقرف مقالها في نفس الوقت مثلا ففيه Multifunctional Ability لو جيت اديك مثال صغير عن Arthematics بتاعت الbrain One brain equal One over 10 Pocket Calculator ما بالك بالكمبيوتر فقدرته بتبقى قليلة شوية في الارثمات ولكن Vision One brain equal more than One thousand Super Computers فدي حاجة مهولة يعني لو جيت تتكلم شوية عن History زي ما قلتلكم بتاع Neural Networks للناس اللي حب انها تقرأ عنها بعد كده 1890 بالضبط وحد اسمه William James هو اللي عمل Definition صغير كده لل Neuronal Process of Learning بعد كده جيه ناس بأفكار أحسن في 1943 for example Macluck and Bits عملوا mathematical model using Neural Networks Donald Hebb from IBM 1954 Frank Rosenbult 1958 عمل حاجات More recently بدأ ناس زي أنا كده يبدأ يبورو الأفكار Neural Gen Coefficient Gen Programming Gen Gen Algorithms في Financial Applications وده ما كانتش موجودة بل كده ده أقدر أقول confidently عمرها 20-30 years back Only وده طبعا قصير جدا بالنسبة لعمر الأبحاث الاريال التي تهمك كباحث في Accounting أو في Finance أو في Banking أو في Insurance أن هناك applications كثيرة لل Non-parametric أو Neural Networks وتحل مشاكل كبيرة جدا Regression لغاية دلوقتي حتى Dynamic GMM المست advanced Regression family nowadays لا تستطيع تحلها مثال لأ Application في Accounting أنت عندك Tax Fraud عندك Enhancing Auditing by Finding Irregularities عندك Cost Efficiency عندك Earning Management IFRS كل دي Application وده examples only عندما تتوسع لل Finance أو البanking أو الإنسوران عندك حاجات كتير من Country Risk Rating Prediction of Stock Initial Public Offering Bankruptcy Stock and Commodity Selections and so on Dividend Policy Capital Structure Portfolio Trading Investment Support and so on حاجات كتير طبعاً ممكن تعملها كما قلت لحضراتكم أنا لن أدخل في Details بتاعتها قوي ولكن ما سأفعله الآن سأبدأ أتكلم معكم قليلاً عن الشبكة التي اختارناها الآن لماذا هذه الشبكة وماذا خصائصها وماذا تفهم هذه الشبكة ماذا التي تفهم تفهم الانتفاق كما ترى في الـ هنا لديك الـ Inputs Layers بعد ذلك تتنقل إلى First Hidden Layer والSecond Hidden Layer والOutput Layer طبعاً how many hidden layers هي حاجة الشبكة العصبية تحددها automatically وممكن أن تتحكم فيها على حسب طبيعة الـ data لكن يجب أن يجب أن تكون a better understanding of the network طبعاً the more the number of hidden layers the less the efficiency of the predictive model فأنت المفروض تكون مراعي قوي لما تزود عدد الـ hidden layers أو layers الخفية ده يقلل الـ quality بتاعت الموديل شوية زي ما تقول لما يزيد عدد الـ الـ independent variable في موديل زيادة عن اللزوم أو الجماعة بتوع الإلكلوميكس طبعاً يعني يحبوا الكلام ده قوي أن لما يبقى عندك 4-5 variables maximum 6 variables ده كويس قوي إنما لو عندك 20-30 variables ده بيفيولات الـ accuracy بتاعت الموديل بيخليك شوية مش دقيق وطبعاً الـ output layer فأنت لو شفت حضرتك هنا X1, X2, X3 الحاجات اللي هي مثل هنا بالأزرق دي Xn ده بيقول لك عدد الـ independent variables فلو جيت أشرح لك بالعكس إحنا عايزين نشوف الـ combination بتاع الـ independent variables عشان نوصل للـ Y اللي هي في التوب دي الـ Y دي معناها إنك بتقول هل الـ variable ده هل الشخص ده good ولا bad based على الـ list of independent variables بتاعته دي based على الخصائص بتاعته فكلير لقوي إن الـ Y دي هي output of the network whether good or bad يعني أنت كويس ولا لا فطبعاً عشان تتنقل من أو عشان تشوف الإفكت بتاع أنت جود ولا bad أنت لازم تبقى بتتحرك من الـ inputs للـ first hidden layer للـ second hidden layer للـ output فأنت محتاج حاجة بنسميها conversion function الـ conversion function دي بتحول المعلومات من الـ input layer للـ first hidden layer وبعدين تعمل لها process وبعدين تحرك المعلومات الـ outputs بتاعت الـ first hidden layer للـ second hidden layer وتعمل لها process وعشان يبقى عندك good conversion function لازم يبقى عندك حاجة بنسميها connection weighted summation يعني على سبيل المثال خلينا أقول لك X1 ده اللون amount X1 ده محتاج يروح within the hidden layer first hidden layer لـ neuron 1 اللي هو أول واحد على الشمال ده و neuron 2 و neuron 3 و neuron 4 أو neuron 6 7 8 على حسب الـ network ما تعمل لها design فلو تلاحظ احنا هنا في التصميم عملنا ايه؟ عملنا فيه خط تطالع من X1 ده لكل واحد من Neurons ده ونفس القصة بالضبط X2 X3 A و X4 انت هنا بتعمل كده ليه؟ انت عايز تجمع كل الخصائص بتاعة الـ independent variable في one neuron وتخليهم يتعمل لهم conversion function معينة بـ weight معين علشان يشوف العلاقات اللي ما بينهم اللي انت مش شايفها طب ليه عندنا أكتر من Neuron؟ لأن كل Neuron ممكن يعتبر خصائص مختلفة عن الثاني بس فيه برضو بعض الباحثين قال اللي هم متخصصين في Neuron مش في Finance قال The larger the number of neurons the list the quality فانت برضو أفضل شيء هنا علشان انت مش متخصص ولا انا متخصص على فكرة في Neuron انا بستخدم Neuron كapplication في Finance & Banking وده فرق كبير على فكرة انك انت تسيب السوفتوير لو انت عندك trust كافية في السوفتوير انها تعمل الحاجات دي automatically unless انت عارف ان فيه حاجة في الديتا زي outliers وانت تعمل يعني مثلا هنا personal interaction يعني انت تغيرها بنفسك بس الخلاصة هنا اللي عايز حضراتك تفهموها ان كل independent variable بيتبعت الخصائص بتاعته لone of the neurons في ال first hidden layer علشان نشوف العلاقات الخفية ما بينها وده بيحتاج conversion function وconnection weighted summation علشان تشوف الاهمية بتاعت كل واحد طبعا ال conversion function ستنقل الخصائص بتاعت ال inputs لل first hidden layer نفس العملية بالضبط ستتكرر من first hidden layer لل second hidden layer فانت محتاج conversion function بس منين بقى من first لل second ومحتاج another connection weighted summation بس مش لل original data لل converted data based على relationships ما بين different variables يعني ايه علاقة عدد الاطفال اللي انت مسؤول عن الصرف عنهم بالدخل بتاعك بمدة القرد بانك تملك البيت بتاعك او ما تملكوش لانك انت لو تملك البيت معنى كده انك ما بتدفعش ايجار انما لو عندك مورجج معنى كده انك بتدفع مورجج او لو انت رنت الهاوس منك تدفع فلوس احنا عايزين نشوف العلاقات ما بين الحاجات دي اللي هي مش واضحة لنا بالرؤية البصرية بعد كده في النهاية خالص انت بتيجي ال second hidden layer دي عايزين نعمل summation بقى تاني نجمع كل البيانات based على ال behavior بتاع ال clients اللي عندي واقول هل هو هيبقى احتمال اكبر انه يبقى good ولا احتمال اكتر انه يبقى bad طبعا هنا بيخش حاجة اسمها cut off score يعني ايه cut off score يعني لما انا قلت دلوقتي انت احتمال اكتر هتبقى good احتمال قد ايه يعني فده بنسميه cut off score يعني ايه يعني لو البنك شوية pessimistic والدنيا سودة في عيونه شوية هيخلي cut off score دي عالية جدا 90% يعني ايه 90% يعني الناس اللي هتعمل score 90% او اكتر هم بس اللي هيتقابلو يعني معنى كده انا هقبل 10% بس من ال clients اللي عاملين application يعني لو عندي 100 clients هقبل منهم 10 بس لو البنك شوية الدنيا معها كويسة وشايف ان الامور مستقرة اقتصاديا هيخلي cut off score دي قليلة يعني خليها مثلا 50% 40% 40% يعني ايه يعني اي حد هيجيب score 40 فما اعلى هيتقابل وبالتالي انا هقبل 60% من ال clients اللي مقدمين عندي وده the final decision فطبعا هي الفكرة الفكرة انا مش عايز اقول هي مش معقدة ولكن مش بسيطة ولكن هي يعني لذيذة مختلفة بتعمل شغل مختلف خاصة لما تراني الاناليسيس دي الإكواجين طبعا انا عملتها ده my own design اللي شرحت فيه النيتورك زي ما قلت لحضراتكم بالزبط والعلاقات اللي ما بينها للابزيرباشنز في الـ في الـ probabilistic هي تقريبا متشابهة ولكن معتمدة على الـ وبالتالي انت هتلاقي هنا في حاجة اسمها input layer وهتلاقي في حاجة اسمها pattern layer وفي حاجة اسمها submission layer الفرق الوحيد عن اللي انا قلته في المالت لير هنا ان انا هنا بدل عملت submission layer submission يعني ايه؟ يعني الـ outputs بتاعة pattern layer اللي هي مجازا ممكن نقول عليها first hidden layer بيجمع لي الخصائص based على العلاقات ما بين الـ اللي قريبة للجدوة يحطها على اليمين واللي قريبة للباد يحطها على الشمال في مرحلة قبل المرحلة النهائية وده انا شخصيا بعتبره حاجة مور accurate لان في الشبكة اللي فاتت انت كنت بتاخد second hidden layer من كل الـ وتطلع تقول جدر bad فده ممكن يعمل misclassification هنا احتمالات المسclassification او errors اقل شوية لان انت بتجمع الخصائص دي على first submission layer وتقول ان دول الاقرب للجد وبتجمع خصائص الناس اللي هما شوية نسبتهم ضعيف اللي هما ممكن يكونوا اقرب للباد وتحطوهم على الشمال دي الحاجات الانمين اللي عايزكم تعرفوها حاليا otherwise it's not important يعني لما نجي نتكلم عن evaluation criteria معليش نخدت من وقتوك كتير بس هحاول الانجز شوية دلوقتي عشان اديكم فرصة للأسئلة وعارفوا ان اول يوم صيام والناس صايمة وممكن المغرب يكون عندكم قرب يعني احنا لسه قدامنا ست ساعات على المغرب anyway بنستخدم طبعا classification matrix اللي هي بتعمل classification ما بين الجود والباد وبنستخدم error rates طبعا حضراتكم كلكم عارفين error rates و type 1 و type 2 type 1 اللي هو good client misclassified as bad فانا هنا معانا كده ان انا خسرت واحد كان المفروض ان ما حيدفع الفلوس وهو good client واعتبرته bad فدي مش مشكلة كبيرة او مقارنة بtype 2 اللي هو bad client misclassified as good واحد وحش ممكن ياخد الفلوس ويهرب او ممكن ما يدفعش وانا الموديل بتاعي صنفه على انه good فانا حديله الفلوس فزي ما بنقول بالعربي كده موت وخراب ديار لان انا شفت واحد مش كويس قدت له الفلوس وهو مش هيدفع فtype 2 لذلك الweighting importance بتاع type 2 اهم بكتير من type 1 statistically variable important analysis ده measure للsensitivity of the neural network's productivity فانا عايز اشوف out of hundred انا عندي مثلا 10 independent variables مين فيهم اهم والweighting بتاعه قد ايه بس خد بالك التن variables لو واحد فيهم 50% معنى كده ان التسعة التنين هيبقوا 50% فانت ده مهم جدا لانه هو out of hundred وده very accurate دي الإكواجين بتاعت الـ actual misclassification cost واللي هي تقريبا نفس الإكواجين بتاعت الـ estimated misclassification cost ان احنا بنعتمد فيها على relationship ما بين الـ probability وعايزين نشوف الـ cost الفعلية دي بالنسبة لعلاقة الـ probability للـ good or bad مع الـ error terms بتعمل ايه بتشكل ازاي ممكن تقراها بعدين ليس بيجيشوا بالنسبة لها لما جئنا للـ data collection طبعا احنا جمعنا 7000 plus الـ final data بعدما عملنا retuning للـ data وcleaning للـ data طلعت 2093 سوربرايزينجا كان عندنا 1233 ده ده good cases و 860 bad cases ده تقريبا اكتر من 41% وده يعني خلانا شوية confused مثل البنك still alive يعني البنك ده عنده 40% plus ناس بتتعثر ولسه عايش استخدمنا اكتر من software لانه دور الـ research مش دور الـ research ان انا اجيب software ده اللي متاح فيها رن الموديل ده اللي موجود الـ results لأ انت دورك انك انت تدور على الـ best software وتعمل more than one trial وتشوف الموديل اللي ميكسنس اكتر استخدمنا Palacid Neural Networks Stat Graphics Interium IBM Space statistics the superior حتى الـ R اللي هي very basic بس فيها قدرات كويسة بصراحة علشان نعمل randomized sample طبعا احنا استخدمنا حاجة اسمها stratified tenfold cross validation وخلينا اكلمكم شوية عن stratified tenfold cross validation لانه مهم قوي في اختيار sample وممكن تستخدمه في حاجات تانية طبعا انت في الـ scoring انت محتاج حاجة تسميها training sample ومحتاج حاجة تسميها hold out او testing sample التraining sample دي انت بتبني بها الموديل الـ hold out sample او testing sample دي has nothing to do with building the model دي زي زي العمل الجدادي اللي جايين عندك انت ما تعرفش عنهم حاجة فانت عندك model already built on the system انت بتدخل البيانات العمل الجدادي دول للـ system علشان تقدر تتنبأ in advance انت هتبقى كويس ادي لك الكارد هتبقى وحش لا مع السلامة مش عايزك وبالتالي انا كان لازم افصل جزء من الديتا وانا عارف ان advance هو good ولا bad بس علشان ادخله blindly للـ software ادخله blindly الموديل واختبرهولي الموديل هيختبرهولي هيتنبألي بيه اقول لي هو good ولا bad انا عندي actual او اقارنهم ببعض فقدر احكم على predictive capability بتاعت الموديل طبعا الـ proportion ما بين الترينيج والتستنج ده قصة يطول شرحها وممكن اتكلم فيها في محاضرة كاملة فيه ناس اقترحت 50-50 60-40 70-30 80-20 and so on so on اللي انا عايز افهمه لحضراتكو هنا ان حاجة مهمة جدا في الـ Neural Networks هي التن او cross validation technique Normal Interfiguration بتعمليه بتاخد الـ overall sample بتدخلها للـ data بتبني الموديل ده من وجهة نظري لان ما بيرعيش الـ error rates ما بيرعيش الـ bias اللي ممكن يحصل في السمبل عندك فالـ 10 fold معناها انك بتقسم السمبل لـ 10 different sub-samples ازاي تقسمها؟ انت لازم تقسمها بشكل 100% random ولازم تقسمها بشكل ان يكون الـ proportion بتاع الـ good والـ bad متساوي ما بين الـ 10 folds يعني ما ينفعش يكون في 1 fold فيه 20 defaulter وفولد تاني فيه 1 defaulter بس ما ينفعش ولذلك احنا استخدمنا الـ R فالـ R عمل لنا 10 sub-samples الـ proportion أو الـ ratio ما بين الـ good والbad كان almost the same بس لو انت عندك large sample انت ممكن تستخدم testing و validation sample و hold out sample يعني ممكن تستخدم training و validation و hold out not autistic لو انت الـ sample بتاعتك قليلة شوية أو صغيرة زي الحالة بتاعتنا طبعا في الـ scoring انا بتكلم لو انا عايز اعمل model للـ real field وده اللي عملته في بعض الـ كانت الـ sample بتكلم على 100 000 plus فبعد الاحيان بتوصل هاف مليون انما عشان الـ sample صغيرة بيفضل انك تستخدم 10 fold classification أو cross validation technique cross validation techniques فانت بتاخد 10 sub-samples 1 sample تعمل لها testing والـ 9 الثانيين أو الاخرين دول تبني بهم الموديل بعد كده تدخل اللي انت اخدته برا ده جوه وتطلع واحد تاني برا تبديل وتوفيق لغاية ما كل واحد من العشرة دول تبقى متأكد انه هو في مرة استخدم كـ testing وبالتالي انت حيب عندك للموديل الواحد 10 sub-models وتاخد لهم الـ average لما سمت السامبل طلع training system السامبل بتاعتي فيها 1883 وعندك ده بالنسبة لمعظم الكيسيز ما عادة بس يعني 2 كيسيز ولا حاجة فيهم 1884 ده علشان total number اللي هو كان 2093 ده list of variables مش هتكلم فيها كتير برضو بس الـ gender نحن عندنا male و female طبعا ما كانش عندنا اي transgender خالص في السامبل الماريتل status عندنا single married other اللي هو divorced الـ widows الكلام ده الـ EMI ده حاجة مهمة جدا ده equated monthly installments ده الإستل اللي بيتفاعه الراجل اللي هو amount الترم وكان الترم بتاعنا يا إما 2 يا إما 4 years ما كانش فيه أكثر من 4 years الـ state ده اللي هي geografical location ده الـ state اللي هم عايشين فيها مثل المحافظة مثلا في مصر الده أهلية القاهرة الجيزة ودي طلعت مهمة جدا الـ loan purpose وطبعا كان فيه أكثر من purpose طبعا كان original اللي كان عندنا أكثر من 20 اضطرنا ان احنا نعمل categorization ونجمعهم في حاجات متشابهة مع بعضها لأن in reality عندك 20 categories ده حيبقى يعني missing around يعني فعندك customer durables الـ home renovation luxury travel and tourism unplanned expenses and so and so ده الحاجات اللي ظهرت عندنا الـ age بتاع الـ client فيه ناس بتعمل classification للـ age انها تعمل مثلا up to 21 from 21 to 26 احنا هنا استخدمنا actual client age the actual number الـ previous employer او لا الجوب بتاعتك انت public او private sector and so and so طبعا الـ loan quality اللي هو آخر variable زي ما حضراتكم شايفين هنا ده categorical هو zero bad one good عملنا descriptive stats عملنا tenfold validation وعملنا الـ analysis للـ first phase using actual misclassification cause طبعا قبل ما نبدأ ده descriptive stats using حاجة ما نسميها weight of evidence والweight of evidence ده تكنيك قديم مهمل ولكن له أهمية كبيرة جدا جدا لأنه بيعتمد على حاجة اسمها information value الـ information value ده بنسميها total strength of the characteristics total strength of the characteristics يعني معناها ايه؟ يعني ايه القوة الفعلية بتاعت كل خاصية من خصائص العملاء بتاعتنا للتأثير على الـ dependent variable اللي هو zero one اللي هو جدو بعد خلينا اشرح لك مثال واحد بس ومش هطول فيها قوي لو أخذنا مثلا الماريتل status لو بصيت حضرتك هنا احنا عندنا single married others اللي هو divorced ده الاعدادة هي zero one two احنا ادينا single zero و ادينا الماريت sorry و ادينا الماريت one و ادينا الـ other two ده الاعداد بتاعتهم الـ real number ده الـ percentage من total sample الـ good cases بتاعتهم سيبك من كل الـ calculation دي دي مش مهم عندي المهم انك تروح على weight of evidence برسي شايف الأرقام دي minus three point four four اللي هي three eight two point zero eight و fifteen the higher the weight of evidence the better the category وطبعا دي كانت very surprising results لان الـ descriptive stats يا جماعة مش لمجرد انك بتبين descriptive stats عشان تتكي البوكس للـ reviewer دي بتخليك تفهم اكتر طبيعة البيانات بتاعتك احنا لو احنا بنتكلم logically by theory حد single هيبقى يقدر يوفر فلوس اكتر ولا حد مارد هتقول لي single ممكن تختلف معايا طبعا لان المارد متجاوز وعنده يعني التزامات واولاد طب ولو حد كمان متطلق او او ارملة او حد مرته ميتة او ده هيبقى اسوأ واسوأ في الهند في الـ sample دي لقينا ان الناس اللي هما other اللي هما divorced أو widows عندهم more responsibility وانهما ناس يعني مش عارف اقولها بالعرب ازاي انهما يعني more responsible انهما مهتمين اكتر انهما مش عايزين يتعثروا علشان ما يسببوش مشاكل مالية نفسهم وده عكس السيري تماما ولذلك الرقم بتاعهم 15 مقارنة تم بـ minus three or two يجي بعدهم المارد لقينا اسوأ ناس في الـ sample singles وبالتالي انعكست على الـ ان ده single مش في دماغه حاجة بيصرف يمين وشمال لسه ما تجوز ما عندوش الاتزامات ده اللي احنا تربقنانا بنفس اللوجيك بالضبط في الـ states الناس اللي عايشين في state c لانهم اسوأ ناس الناس اللي عايشين في state a لانهم افضل ناس فده ادنى impression مبدئياً عن مين الـ variables اللي هتطلع مهمة ومش مين الـ variables اللي مهمة بس لا ده مين الـ sub category يعني انا لما اقول لك الحالة الاجتماعية مهمة هتقول لي ايه مهمة يعني الحالة الاجتماعية هقول لك يعني لازم تديني تفاصيل اكتر وده اللي الجدول ده عمله بالضبط انك انت احسن لو كنت single او مارد او لو other وده اللي الـ regression ما بيعملوش never ما تقدرش تعمله في regression يقول لك الـ geographic location ده مهم بس انت عايش فين مين فيهم الاهم الـ purpose of the loan مين فيهم الاهم لو تلاحظ من التحليل بتاعنا لقينا للناس اللي بيشتروا luxury purchases المجوهرات الحاجات الغالية هم دول افضل category ما بيتعسروش ممكن عشان هو غاني قريدي وبيشتري luxury ممكن لا الله اعلم ما اعرفش فده كان مهم جدا في الـ statistical analysis بتاعنا عشان نجد better understanding للـ nature بتاعت الناس اللي احنا بنبني الموديل بيها طبعا لما بنينا الموديل زي ما حضراتكم شايفين ده discriminant analysis دول 10-folds فزي ما حضرتك شايف اهو احنا عندنا ده classification table ده good predicted as good ده bad predicted as bad وده actual classification ratio type 1 و type 2 total error ودي actual misclassification cost في الـ last two columns اللي عمودين الاخرينيين دول طبعا احنا لما اخذنا actual misclassification cost كان الراتيو بتاعها 1.6 لـ 6.5 يعني لو انت عندك type 1 error الكوست بتاعته 1.6 كpercentage مقارنة بـ 6 أضعاف تقريبا أو 5 أضعاف تقريبا لـ type 2 لاحظنا ان الكلام ده كان في 2006 في 2007 سوري في 2011 الراتيو ده type 1 لقناه 1.7 وبقى 15 15 انت متخيل انك انت لو عملت misclassification لراجل او لست مش كويسة مش هتدفع الفلوس يعني ده معنا كلمة مش كويسة وديت له القرض ان الكوست بتاعتك 15 ضعف تقريبا تقريبا هي هنا بالأرقام 7 أضعاف تقريبا الكوست بتاعتك انك انت لو ضيعت عميل كويس ده طبعا means billions of bounds فطبعا احنا اللي همينا هنا the lowest actual classification cost فكان لازم ناخد الـ average للـ 10 models اللي عملناها فانا في النهاية عندي الموديل الأخير اللي هو المين فده average للـ 10 falls للـ 10 models اللي احنا عملناها طبعا احنا عملنا كده في discriminant وعملنا كده في logistic وعملنا كده في Neural Networks لو جئت بص حضرتك هنا احنا عملنا ايه كل رقم هنا طبعا هو average of 10 numbers فده discriminant analysis results ده logistic regression ده multi-layer feedforward networks وعملنا حاجة تانية كمان multi-layer feedforward random selection يعني ايه random selection يعني خليت السوفتوير هي اللي تختارت 10 folds randomly لاننا طبعا عشان اقارن discriminant analysis او logistic regression بNeural لازم يكون نفس الفولد بالزبط بنفس الاشخاص بالزبط تحت كل مدن فانا عندي الفولد الاولاني اللي في discriminant هو هو بالزبط الفولد الاولاني اللي في Logistics اللي في الNeural فجاءت الفكرة هنا ان احنا طب لين نسيب الفولد ده زي ما هو طب ما سيب السوفتوير تعمل العملية ده randomly وهي تختار لي components بتاعت الفولد وفعلا لقينا ان الrandom selection جاب results احسن من الارت الله وده الدليل على كده هؤ ف2006 لقينا ان اقل misclassification cost طلعت من probabilistic neural networks random وهي 1.2 مقارنة ب 1.3 و 1.2 و 1.2 و 1.3 و 1.4 في الحاجات التانية في 2011 لانها اقل relatively ب 2.5 مقارنة ب 2.7 طبعا انت ممكن تقول لي ما بين 2.5 و 2.7 ما هي ارقام قليلة لا اقول لك في بلايين الدولارات وال billions اللي حاجات التانية بتفرق كثير كثير جدا جينا نعمل حاجة اسمها robustness ده كله في المرحلة الاولى عايزين نشوف من من الموديلز دي علشان نشوف الريزلس اللي احنا طلعناها statistically صحيحة ولا لا فاحد الزملاء يعني زميل واخ عزيز علي جدا ربنا جزيه كل خير هو statistician دكتور محمد عبل طيف كان مخلص من دورام يونيفورستي كلمته في الوقت ده وقلت له انا طبيعة الديتا بتاعتي كذا انا محتاجة افهمها اكتر ايه الموديل اللي ممكن اعمله احصائيا يفرق لي ما بين الكواليتي بتاعة العمل ابتوعي في الترينينج versus الهولد اوت أو التستنج سامبو فقال لي في حاجة اسمها general linear model لو تبص حضرتك مثلا مثلا على الستمتد marginal means of actual misclassification cost 2011 اللي هو الشكل العليمين ده far right طبعا على الجانب الشمال ده الترينينج سامبل دي ما تهمناش قوي لان انت بتبني الموديل بالترينينج سامبل انما اللي همني قوي ايه الهولد اوت سامبل لان دور العمل الجداد اللي حييجوا وانا ما عرفش عنهم اي معلومة خالص وعايز اشوفهم ما هيدفعوا ولا لا فلو تبص حضرتك على كل الموديلز ال discriminant analysis ازرق ال logistic regression اخضر and so and so هتلاقي اقل كوست هنا اللي هي الاصفر اللي هي multi layer fit forward random وبعدها اقل كوست هي الاحمر اللي هي ال probabilistic random وبعدها تيجي ال multi layer وال probabilistic والconventional techniques هم اللي فوق ده وده confirmed exactly ال statistical analysis اللي احنا عملناه بالstatistical models اللي هو في التابل ده وده طبعا نجدر postness test في المرحلة دي ختمنا بالvariable او ال variable impact analysis اللي هي sensitivity analysis طبعا كل رقم هنا هو average ل 60 number اللي هو 10 folds وكل fold بيتعمله average وبعد كده كل average بينضرب 6 لكل model عشان نشوف مين من ال variables دي اللي هي ال age ال education ال monthly installments ال gender and so and so مين فيهم المهم لما عملنا ال analysis ده طبعا لو حضرتك عملت add up لكل الارقام دي في اي عمود لازم تطلع 100 لقينا ان اهم عنصر هو monthly income followed by the marital status followed by the loan amount ده في المرحلة الاولى اللي احنا اعتبرنا فيها مين اعتبرنا فيها ال good وال bad وبالتالي اخدنا ال average وقلنا دول most important variables دول زي اللي طلعوا significant مش عند 99 عند 99.9999 الحاجات اللي مش significant مثلا اللي هي ال variable اللي طلع مش مهم term بتاع card whether you have a vehicle or not اللي هو 12 او job بتاعتك انت بتشغل في public sector او private sector كل الكلام ده تكرر بالتفصيل على ال second phase اللي هي defaulter بس طبعا ما فيش وقت ان انا اوري لحضراتكم tables والاناليسي والربوسنس والكلام ده انا جبت ال variable impact النهاية الخلاصة بتاعتها بس التركيز هنا كان على ايه؟ على time of defaulting انت ام تتعملك default لقينا ان فيه completely different pictures apart from loan amount لقينا ان ال state او ال geographic location هو اهم حاجة وبالتالي ده كان فعلا true لان فيه بعض ال states هي economically poorer compared to the other states وبالتالي الناس اللي فيها تعثروا اكتر تاني واحد monthly installments وده make sense اكتر دلوقتي انه ما يدروش يدفعوا وال loan amount كمية القرض خلاص الكلام ال conclusion بتاعت ال research ان احنا في الفرست phase كان عندنا 10 falls 60 models تقريبا عملنا ال reduction من 41% above لتقريبا 26.8% انت متخيل 14 او 15% تحسين من current system ده معنى ايه؟ ده معنى billions of dollars للبنك ده الخلاصة برضه من المرحلة الاولى ان ال Neural Networks اللي احنا استخدمناها ال BNN او المulti layer feed forwards كانوا افضل من ال conventional بس المulti layer كانت outperforming بالنسبة لل actual misclassification cost في 2006 ب 1.3 مقارنة ب 2.7 في 2011 ال random selection وراءنا ان البربابليستيك Neural Networks افضل من الملتي layer وده عمل 2.55 2011 عندنا برضو evidence statistically significant differences between the scoring model زي ما عملنا بال general linear model زي ما وردت لحضراتكو وان 60 موضل بيانوا ان net income و marital status هم key indicators يعني لو انت عايز تاخد قرار بسدع الثلاثة دول افضل ولو جماعت الweighting importance بتاعهم طلع اكتر من 70% لما جئنا ناخد 5 folds في المرحلة التانية لان المرحلة التانية عملنا فيها 5 folds عشان كده عندنا in total 90 models على default cases لقينا ان mainly estate monthly installments و loan amount هم determinants فلو عملنا merge و loan amount هم the main indicators future research هنا بيقولنا ان في further analysis سوري قبل ما ادخل على future research كان في further analysis احنا عملناه على higher level of EMI لقينا ان الناس اللي عندها دخل اعلى كانت بتاخد قروض اعلى كانت بتعيش في states الوضع الاقتصادي فيها افضل وده تحليل افادنا كتير شوية لما جئنا نعمل الاناليسيس بتاعنا الproblems اللي البنك واجهها وكانت منشورة في financial times في 2011 زي مثلا هم عملوا increase interest rate عشان دي محاولة منهم ان هم يعملوا restructure default bits عملوا inflation عملوا increase cost of banks وبالتالي عملوا cut في بتاعتهم كل الحاجات دي كتبية mitigated يعني كتبية الناس كان ممكن يتجنبوا بكلام ده 15% على فكرة fund كبير جدا بالنسبة للبنك الother consequences طبعا اللي لقناها redundancy and bank closure انهما قفلوا بعض الفروع وعملوا redundancy استغنوا عن بعض الموظفين كل ده كان ممكن يتم تجنبه الـ الـ Future research بتاعنا قلنا نحنا ممكن لازم نستخدم more advanced techniques like gene expression والفضي algorithms قلنا نحنا ممكن نستخدم معايير تانية زي الـ Actual misclassification costs زي الـ Area under the Rook curve أو الجيني coefficient وممكن نستخدمها في other financial products زي credit cards زي المortgages الآخر أو business loans للـ Small businesses دي كانت الـ Presentation وآسف جدا أني طاولت على حضراتكم نخدت أكتر من ساعة تقريبا ولكن كان لازم أشرح لكم شوية باستفادة عشان تفهموا الموضوع أرحب أي أسئلة من حضراتكم لو في أي أسئلة الدكتور محمد حيمنج الموضوع وأنا مع حضراتكم لو أقدر أجاوب عليها أجاوب عليها إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا الدكتورنا العزيز الغالي على المحاضرة والسمنار العلم الأكثر من رائع سمنار القيم وفي كمية معلومات الجميلة والدسمة يا ربنا يبارك في حضرتك الدكتور ويجعله في ميزان حسناتك ويزيدك علماً وفضلاً إن شاء الله الوقت هنبدأ جزء الأسئلة اللي عنده سؤال هيعمل ويسأل السؤال ويعرف نفسه في البداية ويسأل السؤال وبعد كده يعمل موت تاني لو سمع فضلاً عنده السؤال يا سفضل السلام عليكم عليكم السلام مرحبا دكتور معاكم محمد الأحمد من جامعة سبورت سموث بالأكامت وان فاينيس عمل بي اش دي حالياً بس حبيت أسأل سؤالين الأول هو ما مدى جدوى تطبيق النيورال نتتورك في التكس اناليسيز التكس اناليسيز التكس اناليسيز التكس اناليسيز التكس اناليسيز في حدود معلوماتي البسيطة أنا مش كواليتيتيتف ريسيرشر بس انت لازم بتجمع التكس معين بشكل معين وتشوف الفريكوينسي بتاعته عشان تحدد الامبورتنس صح؟ نعم لو انت قدرت تعمل كودنج للتكس اناليسيز يعني تحول المعلومات الوصفية لرقامية ممكن تستخدم من يورا العادي انت عارب في حاجة اسمها Data Mining Techniques ال Data Mining Techniques دي بتستخدم ال Qualitative Non-Numeric Data وتعمل لها Quantification عشان تحولها الأرقام اعتقد التكس ديتا دي ممكن لو قدرت تحولها الأرقام For example Frequency يعني فيه لفظ معين بيتكرر في تقارير المراجعين عن شركة معينة أو عن الشركات اللفظ ده بيدل على ان الشركة دي في position كويس ممكن تدي له weight وممكن تدي له رقم لو قدرت تعمل كده ممكن تستخدم ال Neural بس برضه لو جيت تستخدم ال Neural ومفيش حد تستخدمها قبل كده في المجال ده I would personally recommend ان تستخدمها كmutually supportive technique يعني تشوف في ال Literature ايه التكنيكس اللي استخدمت قريدي في المجال وتستخدمها وتستخدم ال Neural كropostness test وتقول احنا عايزين نشوف هنا هل ال Neural هتدي ريزلس احسن ولا نخلينا ماشين مع تمام تمام هتمنى ان تكون واضحة وافاديتك مش عايز شكرا دكتور السؤال الثاني في عندي في بحث صيني اعتقد منسوب ل چين 2014 او 2015 او 2015 او يتكلم عن استخدام علي باي شركة علي بابا يعني في الصين ايه ايه اللي مستخدمين علي باي لنفس الطريقة بالفرود اناليسز حتى يعملوا سكورنج لل لالكلاينت لذلك بالاخير عملوا فورمولا يعملوا ديلي للمني ترانزكشن لانه حتى علي باي عم تطي قرض لذلك عملوا ديلي للمني ترانزكشن ايه 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 شكرا جزيلا ايه تعاليك صغير بس ان اللي انا عايز اقول لحضراتكو ان ايه امازون ايباي علي بابا علي اكسبريس الناس ده بدأت تبقى هيوج كام Beach الشدرس لانه بدأوا يِوفر financial services وهم non-financial ال Digital Services الذين هم بيعرضوها زي الـ investments ذي لازم تبقى تبقى الد hoje بياو كم واحد بيعمل على Amazon أو على eBay أو AliExpress أو Alibaba ملايين أكثر من ملايين الناس فده يديك انطباع عن حاجة حتى الأزمة اللي احنا فيها حاليا الـ Level of technology اللي احنا لازم نستخدمه بعد كده We will never go back by the way, يعني the way we used to live before the crisis, before COVID-19, it will never come back. Trust me. ده حيأثر على حياتنا وعلى سلوكنا وعلى طريقة delivery اللي بنعمله للمعلمات. حتى الجامعات ممكن جزء كبير منها يتحول للremote delivery بس ده يديك انطباع عن أهمية التكنولوجي. الفينتيك لو الناس قرية عنها اللي هي الـ Financial Technology التكنولوجيا المالية. كويساً أنا افتكرت الـ exhibition بالعربي. دي تولدت من المحض الـ Financial Crisis 2008-2009 الناس بدأت تدور ليه البانكس حصل لها الـ Crunches دي وليه انه البانكس فايلد وبدأت تقول ان الفينتيكس أو الفينتيكس ستارتوبس دول بيقدموا Financial Services بتكنولوجيا وبالتالي ممكن يكون فيه ريسك بس عملوا حاجة اسمها Encrypted Code زي الـ Blockchain عشان يعمل Protection ده يديك انطباع ان ده الفيوتر. التكنولوجيا هي الفيوتر. الطريقة اللي حنتعامل بها هتبقى مختلفة شوية عن مكان قبل COVID-19. التطبيقات بتاعة المراجعين والتقارير هنبدأ نشوف الموظفين ممكن يشتغلوا من البيت. أنا قاعد بديك محاضرة هو وورليد وايد وقاعد في البيت. فده هيبقى له تأثير شديد جداً على الـ Future Research وإيه الـ Impact بتاع COVID-19 ده على الـ Financial Industry. شكراً. السؤال التالي لو فيه اي اسئلة تانية. سلام عليكم دكتور. عليكم السلام. رمضان كريم للجميع. فقط أريد أن أخذ رأيكم وتوجهاتكم. أنا طالبة دكتورة في المالية الإسلامية وموضوع بحثي في الـ Efficiency of the Bank. وكذلك أدرس اختصاص ماجستير في البيت داتا. يعني أدرس إن شاء الله. أفعود كنت لك على المشرف بتاعك لأن دي الـ Areas of Expertise يعني I've got some experience يعني. تفضل. اسم حضرتك؟ كنت لسه أقول لأنا كنت في تونس من 2017 مع أخي حكيم. كنت في جامعة تونس أو جامعة منوبة تقريباً. كان عدي بي اش دي اجزاميناشن وقدت لهم محاضرة عن الـ Non-parametric modeling techniques. تفضلي السؤال تفضلي. أهلا وسهلا. كيف يمكن أن أستثمر موضوع البحث الدكتوراه؟ هل أستطيع أن أطبق البايتون أو الذي أدرسه في الماجستير البيت داتا؟ هل أستطيع أن أستثمره في موضوع الدكتوراه؟ أنا لا أسمعت حضرتك كويسة نسرين الصوت يقطع فأستأذن حضرتك تكرري السؤال أنا لا أستطيع أن أستطيع أن أستطيع أن أستثمرها في موضوع الدكتورة طبعا طبعا تقدري تقدري ولكن أنا أريد أن ألف نظرك لحاجة هنا أن لما بنيجي نطبق أي أسلوب إحصائي جديد أو أسلوب جديد لم يطبق في التريتشر ده بنستخدمه كتستنج فايز وبنستخدمه كروبوسنس تست لأن طالما ما فيش باحث بريفياس ليستخدم الأسلوب ده يبقى أنا عندي هنا أدفانتج بس في نفس الوقت ممكن تكون ديس أدفانتج عندي أدفانتج بأن أنا بطبق حاجة جديدة محدش عملها وبالتالي لو نجحت أو شويت شويت بعض المختلفات دي ستبقى بالنسبة لي بينير الريسك في أنها ما تشوش أي خطلافات خالص ويبقى ما فيش أي اختلافات وبالتالي تبقى واستف تايم هي في الحقيقة مش واستف تايم لأن أنا تعلمت برضه بس اللي أنا عايز أقول لك في الإفشانسي وفي البيج ديتا المودلينج تكنيكس مختلفة تماما لازم يبقى عندك سوفتوير عندها الكابابلات أو أكوميديتين بيج ديتا لما نتكلم على بيج ديتا أنا بتكلم منموم 50,000 observation maybe a hundred thousand observation بتكلم على number of variables بيكسيت sometimes hundred variables دي البيج ديتا فلو أنا فاهم سؤال حضرتك صح ينفع بس لازم تختبريها لازم تحطيها كباند تستيج فايز لأنك ما تقدر يش تطبقيها وتقول الطباقة without evidence وطالما ما فيش evidence من literature ممكن الممتح أن يقول لك why why not why this particular method فأنت لو حطتيها تحت testing phase borrowed from other areas with expectations إنها ممكن تعمل فرق it might be acceptable إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور فقدت هل أستطيع أن أتصل بك على متى كيف يوفر الاتصال بك يعني خارج الإيميل بتاع الجامعة بتاعي حسيبه مع الدكتور محمد وأي حد محتاجه الدكتور محمد مشكورا حيوصله لحضراتكم إن شاء الله إيميل الجامعة بتاعي وحضرتك لو عملت سيرش على الجوجل هتلاقي اسمي وحتلاقي الصفحة بتاعت الجامعة والإيميل والتلفون نومبر everything there شكرا جزيك الله وخيرا شكرا جزيك شكرا جزيك السؤال التالي لو فيه أي اسئلة أخرى السلام عليكم دكتورنا الغيالي مع حضرتك محمد جمال من جامعة بريستول اهلا اهلا دكتور محمد ازاي؟ حبيبي ربنا يخليك أنا عشان بس ما ضيعش الوقت تحتك والله يكون فين حضرتك يعني حوالي ساعة ونص وصيام فالله يكون لسه قدامنا حوالي خمس ست ساعات فسؤال السؤالين يعني بوساط جدا ولو مفهومش دقة فاعذر بقى اعذر جهلي لا 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 ولا يهيه ما كتفضل حضرتك ربنا يجد حضرتك كل خير أنا بس ليه استفسارين بوساط جدا الأولاني في حضرتك استخدمت تمام؟ بالضبط والسؤال التاني برضو لحد ما يقال ليه علاقة برضو استخدمت في الاناليسيز اللي هو بحضرتك شفت حاجة اسمها الـ AVI تمام؟ بالضبط دكتور أنا دولات يعني خدوا احتمام لي بسبب بسيط جدا حضرتك عارف ان في المجال المحاسبة والتمويل والكلام ده الشغل الماشين ليرننج والكلام ده بيبقت شوية مش 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 يعني صعب شوية لانه حضرتك عارف معقد شوية وصعب يتفهم وحضرتك عارف زيما بيقوله بلاك بوكس تمام؟ فهو استفساري فهو استفساري حضرتك الجزء بتاعت الـ AVI بالذات شدت انتباهي جدا لان المشكلة في معظم البحوث الماشين ليرنج والديب ليرنج بمشكلة الأساسية اللي بتواجههم ان هم مش عارفين اي انديكيتور هو السبب او مش عارفوش اللي بتواجه تمام؟ فالـ AVI ده ممكن يكون يكون حالة بس انا استفساري كمان دكتور بعد ازنا حضرتك كنت مع حضرتك كمان كنت شغال مع حضرتك الـ Logit Model والكلام ده يترى لو كان في فرصة نترى الـ Logit Model وتشوف فعلا الـ Variable Ways Higher كانت statistically significant وبالتالي يبقى حضرتك ده من الجزء الـ Statistics اللي احنا نفهمه اللي هو الباحث العادي زي يفهمه significant برده ولا ما كان في فرصة تجرب الكلام ده وبالنسبة للـ Weight جربناها فعلا بالتعليق بسيط جدا الـ Weight of Evidence بيشوف الـ Relationship ما بين العلاقات الداخلية within the same variable يعني زي ما شرحت لحضرتك انت لو بتستخدم Regression وقلتلي اللون and Mount مهم طيب مين المهم فيه up to 10,000 up to 20,000 up to 1,000 ما هي المهمة؟ الـ Weight of Evidence ده اسلوب إحصائي تم ابتكاره علشان يوريك within the same variable the importance subcategories الحالة الاجتماعية مهمة مين فيهم المهم ومين فيهم الكويس ومين فيهم الوحش هل السنجل ولا المارد ولا الـ Divorced ولا الـ Widows في الـ Regression العادي ما بتقدرش تشوف الكلام ده to the base of my knowledge فده كانت فعشان كده نقولت لحضرتك انه لما عملنا الـ Descriptives الـ Reviewers والـ Editors أعجبوا جدا بالـ Descriptives لأنها كانت بتوري level of analysis عميق شوية لأننا عملنا understanding للـ Data بتاعتنا فهمناها لما تيجي تتكلم عن الـ Variable Impact الـ Variable Impact بيراعي الـ Importance بتاع كل الـ Independent Variables في التأثير على الـ Independent Variables وده اللي تقريباً الـ Regression بيعمله بشكل مختلف أنه بيوريه لك وطبعاً لو هو 99% significant أو 1% بيبقى أفضل من 5% بيبقى أفضل من 10% بيبقى أفضل من non significant بس برضو مشكلة الـ Regression إنه هو بيقول لك significant أو non significant ده بيدي لك weighting importance compared مع الـ Others كمان أنت ما بتقوليش في الـ Regression إن الـ Variable ده significant compared بالـ Other Variables لأ، ده أنت بتقولي هو significant في التأثير على الـ Independent تمام الميزة بتاعت الـ Variable Impact إنه هو بيقولك ده أهم من الـ Others وده النسبة بتاعت الأهمية في التأثير على الـ Independent جميلة أنا من وجهة أنت تقولي إن ده في حد ذاتها أنا شايفة لو لوحدها ده 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 كلمتشن في الـ Research تمام تمام، ده حقيقة ولكن إجابة على سؤالك في الـ Regression إحنا جربناها في Logistics لأنه Logistics بيدي حاكتين بيدي significance وبيدي حاجة اسمها Chi-Square تمام وفي Discrimiante Analysis بيدي significance فالـ Chi-Square هنا The higher the Chi-Square The higher the significance The higher the importance فهذه indicator تمام فإحنا لما قلنا نحسب أهمية الـ Variable لو حضرتك لاحظت في الجدول الأخير في الـ Presentation إحنا ماخدناش One Statistical Model إحنا خدنا Average of all six different models تمام، تمام إنما إحنا لو بنتكلم عن الواقع العملي أنا مضطر أختار موديل واحد بس يعني مثلا Probabilistic Neural Networks Random Selection ما أقدرش أعمل ميكس إنما في الـ Research Purposes أنا عايز أدي General Overview للماركت إنما لو جيت تتكلم على الـ Consultancy بتتكلم في بروجيكت بتتكلم مع شركة معينة هو لازم تختار One Single Model طب ليه بابني الموديل ذي كلها؟ لأن ده دوري مش إن أنا أبني موديل واحد وأقول دي الـ Results دوري إن أنا أبني ملايين الموديل وفي الأخير أختار البست By the way أنا نسيت أقول لحضراتكم إن إحنا عملنا six different statistical modelings الترايل الوحدة علشان تطلع الـ Results في Neural Networks كانت بتبني over 66 مليون موديل يعني الـ Ten Folds أنا كنت أبني الموديل في One Fold وبعدين أبنيه Ten Times One Time Trial For Two Hours السوفتوير كانت بتاخد وبتبني 66 مليون موديل وتختار البست أنت متخيل لا 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 ما قدرش أعملهم مانوالي طبعا بالظبط بالظبط أنا دكتور على وقت حضرتك وكالعادة متقلق كلنا عشى من يبقى في محاضرة تانية بقتي حلقة تتخصصة في الشغل بتاع Deep Learning أنا كنت اديت محاضرة في بورتستموس عند أخونا دكتور صديقي وأخي الحبيب دكتور خالد الحسيني كنت اديت لهم الـ Paper D اللي أنا عملت لها Presentation النهاردة بس قبل ما تتنشر فالـ Presentation بعد النشر ما اختلفتش هي هي بالظبط وكنت اديت لهم محاضرة عن الـ Non-Parametric Modeling Techniques كل اللي هعمله ان انا ممكن اعمل لها تحديث بسيط بس في 1 أو 2 سلايدي وديها لكم وفي محاضرات تانية ممكن نتكلم فيها عن الـ FinTech أو الـ Artificial Intelligence وأهميتها في الـ Islamic Finance أو الـ Normal Banking في أكتر من الموضوع ان شاء الله هنسك مع الدكتور محمد وان شاء الله في القريب العاجل نلتقي مرة أخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا شكرا طبعا يا دكتور احنا متشكوين جدا لحضرتك على المحاضرة القايمة دي وأتمنى أننا حدك تكمل معانا بعد كده لأن ممكن يكون مش كلنا بنسأل أسئلة كتير بس لأن احنا كلنا يعني مصدومين أو ما عندناش الخلفية القوية عن الـ Big Data وعن الـ Digital Banking والكلام ده تمام؟ فأرجو أننا حدك تساعدنا وتكمل معانا اوكي؟ ان شاء الله انا اسمي ماروة الشافعي انا بحثت دكتوراه في جامعة المنوفية تمام؟ وبشتغل في بنك الكاهرة اه في الفترة دي ربنا يا خليك يا دكتور في الفترة دي احنا احنا شغلين على بروجكت او حاجة للبنك عندنا ان حاليا بقى في حاجة الـ الـ الكلام ده بقيت حاجات بالنسبة لنا منافسين جدا للبنوك يعني المعنى اصح اللي انا متوقع على الفترة الجاية ان البنك خلص يعني الوساطة المالية اعتقد مش هيبقى ده دوره ممكن يبقى وسيط للخدمات تمام؟ فانا كنت عايزة اعرف بره دلوقتي في انجلترا هل دور البنك ايه؟ لان انا بفكر فيه دلوقتي ان المفروض البنك يتحول ان هو يبقى في سلاسل القيمة او ان هو يوصل مثلا التجار الصغيرين بالتجار الكبار بالكلام ده خاصة كمان ان الفترة الجاية البنك المركزي اتجاهه ان هو يلغي الشيكات وان هيبقى مجرد المالاء المالية للعميل هي اللي تحكم اذا كان يبقى ياخد القرد او لا فكنت محتاجة افهم اكتر لو حضرتك فيه مثلا ممارسات تمت عند حدك في البنوك بره في انجلترا طيب تعليق صغير بس طبعا الكلام ده صحيح دي بنسميها الفينتكس او الفينتكس تارتوبس دول اللي هما بيستخدموا هاي ليفل تكنولوجي علشان يعملوا ديليفوري لفينانشل سيربسيز طبعا جيفنج دا كورنت باندمك اللي هي كوفيد ناينتين احنا ما عدناش هنا بناستخدم كاش في اليوكي يعني هما كاش اه بس وقفناه وبالتالي كلها إلكترونيك ترانساكشن أو يستخدموا كارد ده ممكن يدينا إمبريشن ان وين ديس بندامك is over ممكن يلغو الكورنسي ويخليها إلكترونيك كورنسي وده اللي هيخلينا نفكر تاني هل الناس اللي عملوا الكريبتو كورنسي والبلوكتشين كان عندهم حق وان كل حاجة هتبقى إلكترونيكس مجرد نمبرز اوبر سكرين ويكنت فيزيكلي هندت انيو هند؟ ما عاربش بس ده احتمال كبير دور للبنك هيفضل موجود البنك مش هيتم الاستغناء عنده لأن الغاية دلوقتي بس هل ده هيتغير ولا لا؟ ممكن يتغير وممكن لا ده الايام الوحيدة هي اللي هتقدر تجاوبينا على السؤال ده فيه انترست فيه منافسة الفينتكس طبعا يعني بيعملوا حاجات غير طبيعية بس اللي انا شايفه الصح من وجهة نظر الشخصية merge working together win 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 policy يعني البنك يصرف على فينتك ستارت اوب الفينتك يقدم له التكنولوجي اللي هو عايزها يشتغلوا كpartners بدل ما يشتغلوا كcompetitors ده وجهة نظر الشخصية اللي هتخلي الماركت much more efficient وده حيفيد البنك بانه مش هيفقد العملة لو جدنا نتكلم عن الملينيونز الناس اللي تولدوا late 90's 90's early 2000's الناس دي يعني ما بتزورش البنك خالص ما بتروحش البنوك ما بتروحش physically للbranch الملينيونز الناس اللي هم 20 ل 30 سنة دلوقتي اللي تولدوا في الألفية الجديدة بمعنى صح او اللي بنسموهم Z generation اللي هم فوق الألفية كمان الناس دي بيفضل انه هو يتعامل مع امازون مع اي باي يفضل انه هو ياخد كارد من امازون ما ياخدش كارد من بنك عادي كل حاجة عايزها over الموبايل بتاعه عندي عاب على الموبايل بيعمل كل حاجة كل حاجة انا بدفع البلز بدفع حتى وانا في السوبر ماركت كل حاجة من الموبايل مش محتاج حتى البنك كارد ده يديك انه لو البنوك التقليدية ما تطورتش واستخدمت ال right level of technology الكمبيتتورس هي acquire the market بس للاسف الشديد في بيئة زي مصر الناس لغاية دلوقتي يقولك انا فلوسي في جئي بي استعزن حضراتكم بس اللي فتح المايك يخليين ميوت لغاية دكتورة ماروة متخلص استعزن حضراتكم اكمل بس إجابة لدكتورة ماروة وبعد كده السؤال التاني شكرا 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 فزي ما بقولك ماروة اللي انا شايفه دلوقتي ان البنك التقليدي مش هيختفي ولكن هيبقى في وضعه أصعب فالحل البسيط انه هو يشتغل كا بارتنر مع الفينتيك كومبري سواء هي كانت كراود فاندين سواء هي كانت بي تو بي بس اللي فتح المحل انا محتاج دلوقتي ولذلك انا لما عملت Easy Fintech في منشستر احنا عندنا ناس فاهمين في البنوك وناس فاهمين في التكنولوجي بس ده لا بيفهم في ده ولا ده بيفهم في ده فالايدية محل الامسي في التكنولوجي كانت ايه؟ ان انا اجيب خريجي بقى عنده ال level of technology مع knowledge of finance وبالتالي يعرف يتعامل مع new market و new requirements في الماركت. هتمنى دايكم جاوب سؤال حضرتك. السؤال التالي. اعتقد دكتورة ألفة. سلام عليك يا دكتور. عليكم السلام. معك دكتورة راخضة عبداللطيف. قولة تجارة جامعة الأزهر. اهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي كنت عايزة لحضرتك يا دكتور. انا كنت انتريسي لقلم بالديب ليننج من فترة وكنت بحاول انا ادخله في التقديرات المحاسبية. وكده يعني بدلا ما تبقى مع متقديرات شخصية. ممكن نستخدمها في التقديرات المحاسبية بشكل اضاق. تمام. اه فانا بقى سكتبات على حضرتك يعني طبعا عوضرا يعني احنا يعني انا حاجة صغيرة جنب حضرتك. انا وجهتني مشكلة ان اهل 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 انا انا استغزى حضرتك بس كلنا واحد كلنا بنتعلم. انا لغاية دلوقتي ما بقبلش بي اتش دي ستودنس الا اذا كان عنده معلومة هيعلمها لي. فمعليش انا اسف انا غير متفق مع حضرتك كلنا واحد وما فيش فروق ما بيننا اه يعني ما فيش حاجة تفرقنا اللي عملنا الصالح بس. بس احنا كنا نتعلم من بعض. اه شولك عن الحديث يا دكتور. دلوقتي يا دكتور انا. اه توضيح مشكلة. كنت اه كنت بس أل حضرتك يا دكتور. انا دلوقتي لما جيت حاولت اعمل بيبر في ده. هل اه حاولت انا اتعلم اه في تحليل البيانات والكود وكده. اه انا بس ال حضرتك في نص يعني تتنصحني هل ان انا في البيبر ادخل معي احد اه مور اه يكون اكتر معرفة بالتكنولوجيا دي ولا هل فيه ممكن ان انا اتعلم ده الواحدي وان انا اشتاق يعني يعني حضرتك في البيبر حيك عملتها. هل لا انا موضوع الدكتورة بتاعت كان في الشبكات العصبية فانتعلمتها from scratch. اه تمام. فانت عانتش بأي حد متخصص ولكن انا فهمي للشبكات العصبية لغاية حد معين لان انا مطبق للشبكات العصبية ما بعملش development network. هاويفر كبارت من البي اتش دي بتاعتي انا الحمد لله ربنا اكرمني في الايام دي وعملت development network from scratch. which could be stand alone بي اتش دي. بس اللي انا بشرحه لحضرتك انت مستخدمة اسلوب احصائي بتطبقيه في موضوع جديد. مش لازم يكون عندك hundred percent level of understanding. اللي المفروض يكون عند حضرتك حاجة تانية. يا اما تشتغلي مع باحث متخصص في الموضوع ده في مجال الاي تي. بس هتشرحي له background محاسبية. يا اما تشتغلي مع حد نشر قبل كده. يا اما انت تتعلميها. بس لو هي مش مش جزء من مشروع دكتوراه. هتبقى صعبة شوية. لان غالما الواحد بيتعلم اكتر في الدكتوراه. بعد الدكتوراه الموضوع بيكون مختلف شوية. بس طبعا ده it's your own decision. whether you want to work with somebody else. whether you are stand alone. it's up to you. شكرا حليكا دكتور. شكرا. لا. لا. دكتور محمد. عليكم السلام. خالد خلف توفيق. بحث دكتوراه الروجة ب воспويت جامعة المنطقة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وسهلا دكتور خالد. أهلا وسهلا بحضرتك. آآ انا البحث بتاعي آ�owi عن دور الاستخبارات التسويقية في تحسين القدرة التنافسية لل ابنوك. واهخترت بنوك القطاع العام اللى في المحافظة اسويوتي. واه دخلت آآ 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 عميادة والقدرة التنفسية هل ممكن أستخدم هل أنا ممكن أستخدم الشبكات العصبية دي في تحليل الداتا بتاعة المتغيرات طبعا أنا مقدرش أجاوب على السؤال ده لما أشوف الداتا بس جنرال سبيكينج أي حاجة ريجريشن بيعملها الشبكات العصبية ممكن تعملها جنرال سبيكينج الحاجة التانية كنصيحة مني بس لو أنت بتعمل أنا طبعا مقدر أن دي فيلد ستادي أنت ممكن تلف على البنوك في أسيوط لكن لو جيت تنشر بحث البحث بتاعتها هتبقى ممكن تنشرها جواهة مصر سامبل بتاعتك لازم تكبر شوي يعني لازم تكلس سامبل كل البنوك اللي في مصر ده المنموم أنا أعتبر أنا أعملها على بنوك القطاع العام على أساس أن بنوك القطاع العام فيها مشكلة يعني الدراسة الاستطاعية تبقى تحت بند بيزد على الاندرستاندنك بتاعي البسيط إنه ما عنديش experience فيه ده ممكن تبقى تحت بند كيس ستادي لأن أنت مش واخد أفرال سامبل لأول بانكس انت واخد بنوك معينة علشان تدرس عليها بس ده محتاج بقى دراسة يعني منسميها INDIPS ANALYSIS للبنك أعرفش هل هو ده اللي انت بتعمله ولا لا بس ده general observation بس طبعا أي حاجة regression ممكن يعملها non-parametric ممكن تعملها 100% فيه شبكات عصبية بتستخدم continuous dependent variables for regression يعني مش لازم تكون binary مش لازم تكون zero one فيه حاجة اسمها generalized regression neural networks will multi-layer feed forward لو dependent variable بتاعك continuous بتستخدمها السلام عليكم أهلا السلام محمد تفضل محمد تفضل تفضل دكتور محمد تفضل يعني استثار بعضه بسيط معنى صوتك مش وضع دكتور محمد أستاذ هل حتاك تعالي صوتك كده حتاك سماء دكتور كده تمام تفضل بزحك صوتك بسيط حتاك عارفت من الاريا التي تعتنا ممكن الماركتنج ورغم الجزء الكواليتيتف أكتر يعني ايضا عن الجزء الفاينانس لكن هناك نفس الدولاما موجودة ساعات ساعات يبقى عندنا نحن تفضل الموضوع في موضوع التيوريزم والأسفل 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 المتوقع أنهم يقوموا بوكينج على المعاين في الفطوات المستقبلية بعض الأشياء ترجع ل الحاجة الخاصة بالخصوص والخصوص الموضوع 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 وممكن تجمع أنها معاينة موضوع يعني ممكن نجيب عدد عنها كبير عن طريق التواصل أو هل بعد كده ممكن نعمل الكلام أناليس يعني بعض عندنا التوبيتس أو بعض البيبال يستخدمون الفاوز أو القواليتيتف فاوز أناليس عشان شوية يحاول أنه يعمل يعني أوضح شوية من موضوع الريجريشن بس يعني بلقة الدول نتطور في والله يوفي نقطة هنا دكتور محمد النقطة الأولى إن لو أنت بتستخدم كوستشنير الكوستشنير كوانتيتيف فبالديتا اللي هتطلع منها ممكن يتعمل لها كوانتيف وبالتالي معظم الأبحاث إنت طبعا لو عايز موديل كويس يطلع من الكوستشنير أنت بتتكلم عن 400 كوستشنير في حاجة اسمها Structure Equation Modeling دي بتستخدم للبايد للموديل لكن ممكن نستخدم فيها بعد ما نشوف طبعا ما أقدر شاهكم ولما نشوف الكوستشنير ونشوف طبيعة الأسئلة لو أي حاجة أنت تستخدم فيها Regression Family Techniques ممكن تستخدم فيها Neural Networks أو Gene Coeficients أو Genetic Programming شكرا بس أنت عشان الـ Quality أنت محتاج 400 minimum 400 كوستشنير pack Usable Usable مش response rate أي تمام تمام شكرا 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 دكتور محمد أي أسئلة ثانية السلام عليكم عليكم السلام أولا أشكر حضرتك طبعا على المحاضرة الأكتر من الرائعة دي اللي حضرتك قمت بها هو سؤال بتاعي خاص بالبيك داتا يعني هل أنا ممكن أوظف البيك داتا أو إزاي ممكن أستخدمها في أن أنا أطور بلانس سكور كارد ده سؤال عايز دكتوراه يعني حتى لو نفذ حضرتك بسيط أو نقاط مهمة حضرتك ممكن تلفت نظر لها طبعا طبعا البيك داتا هي أصلا بتتعامل علشان نعمل منها سكور كارد أو نعمل منها موضل علشان نعمل كابتشر لكاراكتريكتكس معينة ممكن تأثر على الدسيشن بتاعي طبعا أكيد حضرتك عارفة أن في بيك ديتا تمام البيك ديتا هي سمول ديتا بق يعني هي بيك ان امون ان نومبرز يعني لو أنا بعرف السمول ديتا بشكل معين هي نفس التعريف بس بدل ما بتكلم عن 1000 بتكلم عن مليون 2 مليون 3 مليون ممكن 10 100 مليون المشكلة في الديتا زي ما حضرتك عارفة ان الديتا ممكن تكون مسترد و مسترد 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 مشكلة البيك ديتا زي مثلا ال نتوار في حاجة اسمها ديتا يعني ديتا تأتي مرة واحدة قدرت تمسكيها تمسكيها لمسكيها راح اختفت يبقى لها تأثير كبير جدا على decision making فانا مفهومي البسيط ان البيك ديتا مشكلتها في ان انا اعمل capture للديتا و organize الديتا تحليلها هيبقى بسيط لان تي software معمولة مخصصة انها تأكمودي و تأسوشيات with البيك ديتا بس الاهم ايه انواع البيك ديتا ايه organize البيك ديتا وطبعا الارتفيشيال انتليجنس اللي هي دور مهم جدا 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 في التكنولوجي بس طبعا تقدري طبعا اكيد تقدري لو سمحت يا دكتور لو انا حبيت اعمل تست لمثلا سي مكان معين مطبق ده مطبق البيك دات وانا حبيت اعمل تست لماذا جدوتها في البالانس سكور كارد لو انا اخدت جوانب الاداء وشفت الاثر على جوانب الاداء هل ده يعكس ماذا اثارها على البالانس سكور كارد نفسه ولا لا ده طبعا مش معنا صعب شوية لانك حضرتك هنا افترضت تسابات العوامل الاخرى زي ما منقول بالعرب انت افترضت هنا ان البيك ديتا بس هي اللي حتأثر على الاداء ما افترضت ان الـ ماركت سي او الـ 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 انت عملت كل ده حياتي وقلت لا ده هو النظام الجديد لازم يبقى فيه ما بين اللي انت بتختبري واللي انت بتطبقي عليه وطبعا ده جزء من العيوب في الـ بس لازم أشوف لازم أشوف لينك ما بين هم عشان اقدر احط الـ ان الـ المتطبق ده هو اللي اثر على الـ او هو اللي عمل تغيير في الـ مش حاجات تانية فده هيبقى تشالنجين شوي طيب معلش اخر سؤال لو بفرض ان انا شفت الاسر على الاداء ده يعتبر تأثير محاسبي ولا اداري يعني ده تعتبر الموضوع في صلب المحاسبة ولا ده اقدر السؤال اللي اسأله لحضرتك بس عشان اقدر اجاوبك انت بتقيس الاداء ازاي يعني بفرض ان انا استخدمت الجوانب الاربعة للبالانس سكور كارد اللي هما الاربعة اجزاء يعني كل واحد بيعرف دكتور السكور كارد على حسب طريقته يعني مش ثوابت في ناس بتعرف بلانس بلانس سكور كارد بمانجير وفينانش وآكاون 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 عشان كده سألت حضرتك ايه هم الاربع جوانب يعني لو ركزنا على الفينانش مثلا لو ركزت على الفينانش دبنز انت هتستخدم ايه لو هتستخدم الكون او 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 بتفرق عن لو استخدم التو بس بس دول شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور عفو اهلا وسهلا بحضرتك الدكتورة هناء الجهري عندي سؤال تفضلي السلام عليكم ونحب الله بركاته عليكم السجن دكتورة هناء ازاي حضرتك اهلا وسهلا دكتور انا بس عندي سؤال في الاول هو موضوع البيت ديتا هل هو حجم سامبل سايز بيكون اكبر ولا البيت ديتا ما بين الديتا وبعد كده اعمل لها انا لسيز هو هو لازم طبعا الحجم يكون كبير البيت للأسف الشديد مفيش ابحث لغاية دلوقت اتنشرت ببيت ديتا بريال بيك ديتا انت لما بتكلم حضرتك عن بيك ديتا هي مش بس والفرايتي البيك ديتا ده كونسبت كمان يعني بتاع الديتا انا من وجه اللي بيسافروا في شركة طيران معينة خلال شهر معين انت متخيلة كم واحد بيسافر في مطار مثلا مثلا المطار القاهرة خلال شهر اوجست من شركات طيران مختلفة معلومات المسافرين اللي داخلين والخارجين بتتكلمي عن ملايين دي بيك ديتا حتى لو هي في مطار واحد ما بالك بقى لو احنا عايزين نتكلم عن شركة الطيران بتبعت طيرانها لكونتريز معينة في ديفرين كونتننس فاركزامبل او مستشفيات الاجسس للمرضى فاركزامبل دي بيك ديتا وهي الجانبات مع بعض حجم الديتا وتنوع الديتا في نفس الوقت وده اللي تشالنج طيب اسأل معانش سؤال تاني الكريتيريا اللي حدا كنت اختروها في ان اختار مين فيهم الموردان يعني هل الحاجات الستاتيستيكال او النيورال نتورك الكريتيريا بتبقى حدث ممتمد عليها بناء على التريتشر ريديو بس ولا فيها حاجات تانية ممكن نحن نجيب بناء على التريتشر وبناء على طبيعة الديتا وطبيعة الكونتري اللي احنا بنشتغل فيه طبعا التريتشر مهمة جدا دي المين كورنور ستون اللي بتبدأ بيه ريسورش ولكن ملاقيتش في التريتشر مثلا حد عمل variable impact طب مين اللي عرفني على variable impact ده كان جزء من الصوفتوير اللي انا استخدمتها بس قبل ما استخدمه اتصلت بالديفولوبرز وقلت لهم يعني ايه variable impact وقاريت عليها قالوا ده تكنيك احنا طورنا علشان يدعي importance بشكل معين باستخدام تكنيك معين زي السيجنيفك اللي انت بتستخدميها بتشكل جزء كبير برضو من الرسيرش والoutputs بتاعتك بس انت لما بتفهمي الصوفتوير وبتفهمي التكنيك اللي الصوفتوير عامله لانه ممكن الاقي مثلا مثلا في صوفتوير مستخدمة probabilistic بس الالجوريزمز بتاعت الprobابلستيك مختلفة عن صوفتوير تاني بس end of the day احنا كناس بنطبق في finance والaccounting والإنشورنس والبانكين مش محتاجين نفهم الكلام لان احنا مش بنعمل دكتوراه او مش بنعمل research على التكنولوجي او الالجوريثم احنا بنعمل بنعمل research على الquality بتاعت financial phenomenon او accounting issues اللي ممكن تتغير وتأثر على accounting او finance issues using new statistical model فده في فارق كبير شوية طيب عندي بس اقتراح انا معرفش هو افضلي دكتور انا افضلي دكتور انا بتحصي معي انا مع حضرتك بس ما اسمعتش حاجة اعتقد ان في مثل اسمها ناذي بي وفي الهي الادا بوست وفي كذا حاجة اعتقد ان هي ماشية مع نفس طبيعة المشكلة البحث بتاع حضرتك او بنفس لان النابي بي دايما هو بين نفس الوجست في النتائج جداع فانا اعتقد يعني والله اعلم يعني لو حدث مثلا افضل تشتغل عليه ممكن يدي حاجات مور افشنسي اكتر وفي الادا بوست كمان ممكن مع ال نتورك ربنا بارك في حضرتك دكتورة انا مش اقوير بي بصراحة ما اعرفش الاساليب دي بس لما انا قريت كويس او في الليتريتشر بتاعتي وقريت كويس او في الليتورينج ما واقعش تحت اي بحث مستخدم اي اسلوب من لحظرتك وليت عليهم قد يكون ده جاب في الليتريتشر بس احنا الريزول بتاعتنا ما كانتش احسن باللوجيستيك احنا الريزول بتاعتنا كانت احسن من نيورو ممكن ممكن اتوار الله اعلم بس محتاجين ندور كويس ونفكر ايه الريزول اللي احنا هنقدم بالتكنيك ده لانه واضح انه بس محدش استخدمه انت معاك الايميل بعتلي شوية تفاصيل اكتر عنهم ولا ممكن اشوف ايه الناس ما استخدمتهم او ايه الريز اللي هم استخدموا فيها ان شاء الله اذن الله شكرا 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 ايه ايه اسئلة اخرى دكتور محمد اه في احد عن تسألة تانية دكتور اولفة جد رب ايه 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 اي سؤال من الاخر الموجودين طبعا اول يوم سيعمى دكتور محمد والمغرب عندكم قرب صح اه اه الساعة 4 كده 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 كفاية واي سؤال تاني ممكن الناس تبعتهولي بالايميل شكرا انجازين لحضراتكم شكرا لانكم ادتون الفرصة ان احنا نتكلم معاكم وربنا وفقكم جميعا شكرا شكرا بايزنالله بايزنالله اقارب العجل بايزنالله ننظم مع حضرك بايزنالله اكتر من السمنار واكتر من المحضرة بايزنالله نستفيد من عضرتك ان شاء الله تعالى وكل سانة حضرك طيب وكل سانة وحدراتكم طيبين وشكرا على الاحشد الاستماع وشكرا جزيلا وكل عم السلام عليكم مع السلام